اهي الموضوعات التي تناولها في المحاضرة السابقة وهي محاضرة رقم تمانية حاليا احنا في المحاضرة رقم تسعة وان شاء الله في محاضرة زيادة محاضرة ايه يوم الاربعه القادم بإذن الله نشوف ايه اللي خدنا في المحاضرة السابقة شرحنا اكثر المشاكل اللي بتواجهنا خلال العمل على الكوريدور وكيفية حالتها بمشاكل تمام وشرحنا كيفية استخراج احليسيات نقاط القطاع التصميمي من الكوريدور واستخدامها في الموقع بحيث احنا نحن عايزين يعني نعمل شغل المكتب الفاني ازاي بنستخلاج النقاط بتاعتنا بتاعترباء التصميم اه في عملنا هوردو كيفية استخراج الميولة العرضية اللي هي القطاع التصميم من الكوريدور وشرحنا على فحيث لو احنا استخدمنا زي ما شفنا قبل كده اللي هو اللينك اللي بالعرض اللي هو اللينك اللي كان بتاع الجزيرة من خلاله ده نشطي طالع الميولة العرضية مضبوطة فبالطبع ايه انتظر احنا نطلعها قبل نعمل اللينك ده او بنلغي اللينك ده خالص وبنشتغل من خلال ايه الحارة مباشرة ملاصقة لنقطة ايه الاسملي. اه وبعدين ردنا على مجموعة الاستفسارات الخاصة بالكوريدور اه وخاصة في مجموعة الحاجات دي كانت خاصة اللي احنا اشتغلنا في الكوريدور بعدين بدأنا نعمل اللي هي الخطوط المسؤولة عن القطاعات العرضية تمام? وشرحنا كافية عملية حساب كميات الحفر والرد من الطريق وانا على القطاعات العرضية وازهرناها في جداول بالفعل على الرسم. وبعدين اظهرنا القطاعات نفسها وشرحنا مكوناتها لان احنا قلنا ان حساب الكميات من الشرط ان ممكن احساب الكميات بدون ما اعرض القطاعات لان اعملية اعرض القطاعات في اللوحة بالتأخيل اللوحة. ولكن بعد كده اظهرنا القطاعات عشان نشوف شكلها ايه ونشوف مكوناتها ايه. وشرحنا سريعا كده تعديل الكودسي من حيث الكتابات اللي بتظهر على الكوريدور. وشرحنا كافية تعديل شكل الحفر والرد مع القطاع لو عملية التحشير نفسه. وازهرنا برضو الكميات الحفر والرد بجانب كل طريق وكننا عايزين نظرر كمان ايه الكميات بتاعت اللي هي الطبقات معانا دي اللي عن ظهرها ان شاء الله في البداية ما عادت دلوقتي. وفي اللي اخت خالص رأد لنا على مجموعة استفسرات كتيرة كنت بتتكلم عن كزا حاجة يعني. طبعا هي الاستفسرات طبعا بتبقى موضوعات مختلفة ولكن ممكن ترجعون ان شاء الله ايه للمحاضرات السابقة بحيث تشوفوا استفسرات اللي اللي عند لها في كل المحاضر تقليما بمجموعة استفسرات. هو حتى الان الحمد لله ان احنا عملنا 8 محاضرات اجمالي عدد الساعات 19 ساعة ونصف. اه اغلبا طبعا شرح او سواء رد على استفسرات. والاستفسرات غالبا بتكون يعني حاجات حياتية او موضوعات قريضة الناس بتقبلها ايه مشاكل في الشغل ده. اه فبتستفسر والحمد لله الى حد ما بنرد على الناس كتير ولو ربنا ما ادرشيال ان احنا بنرد على بقية الناس فستمحونا يعني على ايه على التقصير. مبدئين كده سريعا وعامل ما نمتدي. اه اه اتلاه في او في الشيط نفسه او في الشيط ده 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 انا ازل لكم برضو او في النفس اللينك اللي نزلناه على الجروب عندنا. اه بيانات بتاعت الملفات بتاعت الكورس بتاعنا. زي ما شايفين انا انا بقسم لكم الملفات اللي ما استخدرتها اثناء الشرح وفيه الملفات ممكن تلاوها زيادة يعني استخدرنا ملفات في البوينت والسيرفس والالليمنت والكروفايل والاسمبي والكوريدور. وغلبا دوقتي هنشتغل في الكميات والبارسلز. وان شاء الله هنحاول النهارده نغطي نبتدي في الفوليومز عشان عايزين نتكلم فيها شوية عشان ما لاحيناش نتكلم فيها الكميات بشكل عام. وطبعا البارسلز هنبتدي فيها وطبعا النيتورك هنحاول برضو نبتدي فيها النهارده. ولو ما قدرناش النهارده ان شاء الله تبقى ايه في المرة الجائعة كامل معنا. اه فدي كده الملفات ان احنا استخدمناها. مؤخر اخر حاجة كنا استخدمناها في الكوريدور. هتلاقي حاجة اللي هي الكوريدور تارجتز. انت شرحنا عليها التارجتز. وعنى فيها الكوريدور اللي السيمبلي. طبعا دي ايه الملفات بتاعته ديه السيفل مباشرة. زائد في الملفات بقى المنوعة المتنوعة سوري. هتلاقوا ملفات بدي اف. فانا ازورت لكم شوية ملفات بدي اف. الكود المصري نفسه. وكان سألتني عن الاشتو. فعنا نزلنا الاشتو. 2011-2018. تمام? وكان فيه ملفين من قبل كده اللي هو اللي كانت نشرنا كاد ستاندر والمفاهيم الاساسية بتاعت السفر. زائد الروابط. كان فيه برضو شاب سألوني عن الناس اللي انا بذكر اسمها اسناء المحاضرات. والتي هي يعني بنرجحها او سوري يعني بنوجه اليها الاهتمام. اه بحيء من حيث القناهات بتاعتهم. طبعا فيه القناهات كلها ضفنا طبعا مؤخرا. اخونا محمد عبدالعظيم وعبدالله العجمي والشيخ اشرف غنم. وهو تعليم. ده راب التعليم السابق سامت. وطبعا دي القناهات المبدع زي ما نسميه كده. ده انجليزي بس يعني محترمة جدا وفيها محتوى رائع. وفيه جيري بيرتلز كمان انا نزلتها حطه بس في شوش كده جيري ده رابط اللي هو اخوشف. وفيه برضو عندنا هنا اللينك. اه اللينك ده فيه كتب تعليم سابق تريدي واكواد تصميم. برضو نشوفه مع بعض انا هاخده نصنع كده. وانت فول سي وجهة معي. كنترل سي كنترل بي. ايوه كماعية. لو فتحناها برضو. اه انا جمعت لكم مجموعة هنا. ادي كتب سابق ريدي انجليزي. اه اتنين دول مذكرة مهندس محمد صمدي. انجليزي وكده بايه. وفيه عندنا برضو كتب اه بالعربي. طبعا كل الكتب العربي الاغلب اللي موجود معي يعني نزلته هنا في اللينك ده. كلهم بيشرحوا السيفل بشكل عام. وغالبا كلهم بصراحة بيشرحوا السيفل من خلال التراب. ما مش مش ايه مش الاجزاء التابعة. وفيه اصدارات القشط المختلفة سواء عربي او انجليزي. لان في نسخة بالعربي الريدي. كان مهندس فواز العنسي ربنا بيرجله ومجموعة تانية من الشباب معاه. بالفعل ايه عملونا ايه? الاعراب. تمام كده? طيب اه تعييب زي. مش الاعراب التعليم. فده كده المجموات اللينكات هتلاقوه كلها برضو موجودة فين? في الرابط اللي هنا ده. وده ملف السوبر البيتر انخبونا خلال عبدالكليم كان عامله. عنه برضو موجود هنا. تمام? وفيه هنا روابط المحاضرات عشان الناس اللي الفتاة المحاضرات اللي فاتت قدر روابط من واحد ايه? من واحد ايه لها تمانية. وان شاء الله كل ما ببقى نزل رابط جديد من ايه? بلنزلها على طول. يبقى كده ده كل الملفات اللي احنا استخدمناها ولا نستخدمها سواء المرة دي. وان شاء الله ببقية المرات هبقى نزل لكم بقية ايه? بقية الملفات. طيب. نبتبين نرجع للا ايه? نبتبين نرجع للا ايه? انا قحته شوية بس كده وشلت فيه شوية تفاصيل ما كانش ليه لازمة. حيث نفس ملف ده هو نفسه اللي هتقوم موجود في ملف الكورادور على اللينك اللي ايه? اللينك بتاعه. طيب. اه اول شي كنت احنا حاسبين هنا كميات بتاعت الحفر الردم زي ما انا شايفين ادي الحفر الردم كان باللون الاخضر والحفر عن ايه هنا باللون ايه باللون الاحمر. عنا بتيجي نحسب اه كميات بتاعت التبعات عشان نظهرها في القطاع لان جان نطلب ان بتزهر جدول بجانب القطاع نفسه او تحت القطاع يعني كان ما كانوا فين. ويكون فيه الطبقات اه او كميات الطبقات عند كل القطاع. ففي العادي البرنامج لو احنا ضغطنا على اي قطاع من القطاعات اللي موجودة وقلنا له تمام? وجينا عند قسم سكشن فيوز. هنفتع شوية كده هنلاقي حاجة اللي هي اللي ايه? نضغط عليها. فيه عندي هنا نوعين فيه حاجة اسمها والماتيريال. فخلينا في التودال كبداية. وبنقول له اد. بنزل مين التودال فوليوم عندي هنا. وفي نفس الوقت هنا انا بقدر حدد ما كانه بيبقى موجود فيه. مجرد ما احنا بنغير هنا مباشرة زي ما انتم شايفين بيتغير معنا الشكل هنا. تمام? فلو احنا خليناها مثلا نخليها على اليمين دلوقتي كده عشان ايه من اخوات شوف تفاصيل كده. انتم بصوا ممكن تغيره زي ما انتم شايفين الاماكن. عايزينا تحت مسلا في خليفة البوتوم سنتر مسلا. يبقى كده ده تحت. يبقى يبقى القطاع وتحت منه دي. وتحت منه الجداول بتاعه. حلو? مجرد انتم بتغير من هنا بيزهر معك موبة عشارة تغيير بتاعك هنا فيه. حلو. هنبتدي ايه? نيجي على المشي وانا عايز زي كده وبقول له اوكي. ونبتدي نشوف القطاعات اللي هتزهر معنا. ونقول له اوكي. كمنا القطاعات هنا غيرتها خليتها بكل خمسة وعشرين مرة فات كنا عاملينها كل اتناشر كيام كل اتناشر ونصر. زي ما انتم شايفين القطاعات الجداول نفسها ما جاتش في الكورنر هنا. ومنها يلاقيش من اي شيء. كنا ما هنا وزي ما احنا ضغطين على القطاع ده. دائما بنعمل ممكن مرة او مرة بعد بحس يبقى ايه يبقى معنا التغيير. زي ما شايفين نزهر معنا هنا. موجود على الشمال. وزي ما قلنا ان الخط ده عبارة عن خط اسم البفر. ده بهميته لو احنا عندنا اي تفاصيل احنا رسمناها هنا. وعملنا اي تحرك لخط البفر ده بيتحرك معي. اه عادة الجدول ده زي ما قلنا المرة في اتب بيزهر كبير. لو ظهر معك الجدول كبير بتعمل تختار الجدول نفسه. بتعمل تلك يمين وتقول له وبتتغير حجم الكتابات هنا بيتغير معك مباشرة حجم مين حجم الجدول اللي موجود. طيب. اه الجدول زي ما احنا شايفين بلاصق للقطاع زي ما احنا شايفين كده فهنا نضغط على اي جدو اي شري اي قطاع فيهم وبندخل له وبنيجي على حلو بنخير قيمة مين الاكس. انا عايز احرك الجدول يمين وشمال وبعد قيمة الاكس مسلا باخديها عشرة على سبيل المسال وبقول له اوكي. اوكي. عن ناقي الجدول بيعك شوية. نفس الوقت انا مش عايز اشوف البوفر حاليا. مش عايز مش هحتاجه في شيء. هم نقلق يمين وبقول له. وبنيجي في قيمة الديس بلي. هلو وبندور على البوفر هتلاقيها حتى ايه اللي هون. درافتينج بوفر او اوتلاين. فبيشل لي بقفل اللير بتاعته وبقول اوكي. نفس الشيء برضو عشان الكتابات متى تدخلش. زي ما احنا شايفين فيه كتابات على الرايت سايد هنا في القطاع. برضو منضغط على القطاع. ومنقول له وهي عبارة عن اللير. اللير دي احنا عندنا زي ما شايفين اللي هو اللي على الشمال هنا. والرايت اكسس اللي على اليمين. احنا عايزين اللي هي الكتابات. بقفلها من هنا. وبرضو لو فيه اللي هي الشرطة الصخيارة دي برضو بقفلها من هنا وبقول اوكي. هنلاقي ان الكتابة اللي هنا والآ الشرطة اللي هنا اختفوا معي. تمام? كده انا ازهرت مين? ازهرت القطاع سوري الجدول بتاع الحفر والردم. حفر والردم. ننتجي نشوف مين انا عايز بقى ازهر القطاع الجدول بتاع الكيميات بتاعة التوقات. سأنا عندي هنا طوقات. لو راجعنا للقطاع بتاعنا الاساسي ان احنا شغالين به تقريبا ده. انا عندي البيف واحد والبيف اتنين. انه احنا ضغطنا حتى عليها. او ان احنا بنضغط على القطاع نفسه. وبنيجي نقول له كومبيوت ماتيريال. اهو ده السامبل لاين اللي نشغل عليه فرد واحد وبقول له اوكي. ماشي. اه كل ما هنالك ان احنا هنضغط على اد ميو ماتيريال. لان انا اقول له اه امتورتا ناظر ماتيريال اه ناظر سوري كارتيريا هيجيب لي كارتيريا اساسية كاملة من الاول والجديد. فانا الحالة دي لان عايز اضيفه على اللي موجود بحيث اقدر اضيفه للجداول. كل ما هنالك اقول له اد ماتيريال. تمام? الماتيريال اللي دي هسميها مسلا بيف سوري انا اسف بيكتب عربي كل مرة. بيف زيرو واحد مسلا. تمام كده? ده المسمة بتاعها. هي عبارة عن ايه? احنا عندنا الماتيريال نفسها عندنا اما كات يا اما فيلد يا اما كاتاند فيلد يا اما ارثور يا اما استراكشور. ففي الحالة دي انا بدور على استراكشور لان استراكشور ده هو عبارة عن اه هي الاجزاء اللي بتبني الطريق عندي. معناها ايه الحاجة الاساسية او القطاع التصميمي اللي بيبني الطريق عندي. ففي الحالة دي بقى اقول له انا عايز استراكشور. وبيقول له الشيب بتاعها عبارة عن ايه? فبيقول له والله الشيب بتاعها مثلا اللي هيبقى لونه بيف واحد مسلا. ان الشيب اللي هو نفس نفس فكرة التهشير اللي موجود. حلم? ولكن هي المحتوى بتاعي لان حتى الان ما فيه مش محتوى. زي ما شايفين ما فيش علامة الزيت. يعني هنا في علامة زيت فعندي اسطح. لكن هنا ما فيش علامة زيت يعني حتى الان المحتوى فوضي ما فيوش اي شي. لازم بضيف له محتوى. الداتا بتاعتي فبقول له هنا. داتا طيب نوع الداتا هل هو سطح ام كوريدور شيف? ففي الحالة دي بقول له لأ كوريدور شيف لانه هو كل ما هنالك هيشوف الشكل بتاعي اللي موجود في القطاع الشكل اللي هو يمثل البيف واحد ويبتدي يحسبوني هنا. فبقول لك فهو شايف على طول مباشرة قال لي انت عندك حاجة اسمها بيف واحد وبيب اتنين وبيز وصبيز. جاء الدول منين? من القطاع التصميمي اللي انا عمله له. فلو انا عندي انا عندي سوري. لو انا زي احنا قولنا بلكده ان احنا فيه جزئيات ممكن نعملها بالسبق بحيس يحسب لي منطقة معينة في القطاع. فلو هي القطة المنطقة دي وغضة آآ كود بالفعل عن لاقي الكود بتاعها زهر مباشرة مع اياه فين? زهر مع اياه هنا. تمام? ففي الحالة دي انها هاخد البيب واحد. وبقول له عامل زايد اللي هو اضافه يبقى كده اضاف لي في البيب واحد. ضاف لي مين? ضاف لي الشكل بتاع البيب واحد من نفس الحكاية. تمام? وهسميها مسلا بيف اتنين. تمام كده? وهي عبارة عن والتفاصيل بتاعتها مسلا ان هو بيف اتنين. ده كده الشكل بتاعها اللي هيزهر على القطاع. وفي نفس الوقت المحتوى نفسه. هاختار له هنا بيف اتنين وبقول لوقات. كيبال زي ما احنا شايفين بتزهر على علامة الزايد معناها ان في بالفعل في حاجة تحت من هنا. يعني في عنصر موجود فيها. تالت حاجة اللي هو البيز. افضل تسمع بنفس الاسم لان الاسم ده هو اللي هيزهر مين? هو اللي هيزهر معك في الجدول على الشماء زي ما احنا هنشوف دلوقتي. حلم? برضو نفس الشهيدة. والشكل بتاع اللي هو البيز. اللي ازا بلو ازا ناسف. نحن نعزين البيز هيبحرف بلو ازا. بيز 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 بيز. انو مش شايف البيز. سنضع الرحمن الرحيم. اهو البيز بو. اوكي. تمام? نفس الوقت عضف له من هنا شكل بتاع اللي هو البيز. اخر حاجة. نقول له هنا عندنا يده هو البيز. تمام? برضو استراكشور. وهنا عندنا البيز. واهم شيء عندين الشيء بتاع اللي هو البيز. تمام? كده احنا ضفنا الاربع ايه الاربع حاجات اللي عندنا بيز واحد بيز اتنين بيز وسببيز ومجرد ما بقول له اوكي. ببتدي الزروم لي على القطاع. احنا عملنا هاتف ازوم. زي ما شايفين انا مفروض القطاع بتاعي اساسا. انا عمله بحيس ان هو يبقى. يعني انه رجعنا حتى هنا تاني. بس ازمكم زي ما شايفين هم وظهرهم رسمهم على الرسم هون. البيز والبيز واحد والاثنين والبيز والسببيز. ده انا شلت مسلا المجموعة دي من على الرسم. وقلت له اوكي. لان هو اساسا القطاع اللي انا ما اختاره او الكود سيت اللي انا ما اختاره مختاره بدون تهجير. ولكن عشان انا حسبت كميات فظهر مين? ظهر نفس اتر 있습니다. ما معي بنفس الالوان الليي انا ايه? اللي انا على Tour. كمام كده? يعني انا ممكن اغير كمان الالوان هنا زي ما اعاوذ كم Hamburg اللي انا بغير الماتيارية اللي هنا صغير ماذا بتاعتها لكن الماتياري initiated في البيز بأنها حقول له والله الماتياريا بتاعتها مثلا خلينا بجرافل وقول له اوكي وانشوف كده الشكل هيتغير ويبعمله ازاي. زي من شايفين اتغير ايه? نتغير الشكل بتاعه. ان الجرافل مسلا جايب بالشكل ده. لو حبيت برضو اتغيره زي وزي مين? زي وزي بتاع التهشير. مجرد بتضغط عليه كليك يمين وبتقول له ايد سكشن ستايل. برضو بتغير هنا اهم شيء تقول له سكشن. هو زي ما تشايفين اللونه ايه واللون ده. فانا بقول له انا مش عايزه سوليد انا عايزه والله مسلا بشكل اه شكل كده ايه. على سبيل المسال اللي هو الشكل الفائل للجرافل. اخلي مثلا بوينتو فايف وبقول له اوكي. بوينتو فايف كبيرة. نصغرها شوية. اه زي ما تشايفين ده غير ايه تتغير الشكل معين. تمام كده? لكن الشكل ده هو شكل الماتيريال نفسها اللي اتحسبت. طيب. انا عايزة بطيدي ازهر الجدول جنب منها. من كل ما هون لك بضغط على اي واحد في يوم موجود. وبقول له برضو. وبيجي هنا في موجود. تمام? وبختار له من هنا النوع انا عايزه. ومغالب موجود انا بقول له ايه يزهر لي مين? يزهر لي الماتيريال المبناء العلاب. بقول لي اللي هو المحل. وعندك بيف واحد بيف اثنين بيف تلاتة بيف اربعة. يعني المحل المحلن انا ممكن ازهرهم في نفس الجدول مع مينة مع النوع او ازهرهم في جدول منقوصلين. ففي الحالة دي انا مش هاريزة من هنا مسلا. انا عايزة ازهر البيف واحد اتنين وتلقى والبيز واحد والبيز سوري والسببيز. وغالما بقول له اوكي زي ما انت شايفين زهره معي هنا. اقول له اوكي تمام. ماشي. وننتظر عليه بس راحة الزغط ونخل له اوكي. هنلاقي زهر جنب منه مباشرة. انا انا بقول لي المتاريب بتاعتك اهد ستيشن زيرو. قال لي الاريا كام والفوليوم كام. طبعا اشيحلف هنا في اول قطاع. نجي بسلا في القطاع اللي هو القطاع التاني. هاتي دي هو الرجل يقول الاريا بتاعتي والفوليوم بتاعة والكوميولاتف كامل اللي هو اللي ايه عملية التر وكومي كامل حتى الان. لو جينا حتى باخر القطاع خالص زي ما شايفين قطاعات الشكل غتالة في مجرد ما احنا نعمل احنا نعمل احنا نعملها مرة واحدة واحنا مرتين. كده هو زي ما احنا شايفين جايب لي كل كل قطاع جاب منه جدولين. طبعا الشكل الجداول انتم هون كنت تعدلوكم شيء مشكلة حتى بص الكتابات هنا نبقى الجدول ده كبيرة. نضغط عليها وعمل تلك كمين وقول له. اتنين ونص زي اها زي اللي ايه? زي اللي جنبها مسلا. اتنين ونص كده واتنين ونص. وبقول له كيب هيز يظهر الجدول اللي يبليه اتنين ان شاء بعض. في جاب او ما بين الخط ما بين الجدولين عايزين نلغيها. نضغط على القطاع ونقول له. زيو جروب. ونيجي في. زي ما شايفين في جاب كبير هنا. في الحال دي بقول له نجيب لها خانين وسان خمسة فقط. وبقول له اوكي. سيبها في جاب صغير بس ما بين مين? ما بين هنا وما بين هنا. ولازم في الاخر نعمل مين? افديت جروب لي اوت. تمام? عشان يعدل لي الشكل. اهو. يبقى كده انا عندي كل قطاع جبه منه جدولين? جدول خاص بالكاتوة الفيل. وجدول خاص بالايه? بالماتريال. لو جينا حتى بالاخر خالص هنا باخر قطاع. يبقى ده كده اجمال القطع. اللي هو. ده اجمال القطع. وده اجمال الردم. نفس الوقت انا عندي هنا اجمال البيب واحد كام واجمال البيب اتنين والمال البيزوز اجمال مين بالصبيل. كده بقى احنا ازهرنا القطاعات. وازهرنا الجداول بتاعتنا جنبها. طبعا الجداول بتغير شكلها زي ما انت عايسيني. والقطاعات نفس الشيء. وكنا وجهنا ان احنا في فيديوهات كتيرة اتكلمنا عن عملية القطاعات ممكن نعدلها ازاي? كشكلا. تمام كده? اتمنى كنا احنا عطينا كده القطاعات بشكل كبير. اه كده ناس لنا مجموعة دعا حاجات كانت منفردة. رقم واحد حساب كيميات المستخلصات الشهرية. انا معيش سطحة تانية هنا المادية. انا كده معي ملف تاني نجهزه ممكن نستخدمه. بعملية حساب كيميات المستخلصات الشهرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعملية حساب كده الامور تمام ولا ايه? ولو الصوت مش باقي مبلغوني. الصوت تمام يا رب. تسلم يا رب. تسلم. والله وجودك معنا شرف كبير يا رب. شرف يا صوت معنا يا رب. المستخلصات الشهرية. طبعا ما يحاول معيش يستخدمين ملفات من اللي عندي من الموجودة عشان اشباح لكم بشكل اه بشكل اسرع واسهل يعني. لما في دولة كنت بالفعل اشياء هتبقى كده عليه في المستخلصات الشهرية. طيب. دلوقتي انا عندي المشروع بتاعي اللي هو ده جوزة من مشروع المترو. دقات معانية كده وبصينا. انا عندي الشكل بالزبط كده. المفهود انا الارض طبيعية موجودة فوق. وانا احفر بشكل شبه راسي لغاية تحت كده. تمام? وعندي في المنطقة اللي في النص دي ما اتحفرتش. لانا عندي كل ما هونالك. الفاكرة انا عندي خط مترو بيعدي معلمين تاعت. وخط مترو تاني من على الشمال. وفي خط علوي هيبتدي يطلع من هنا ويخش ايه? ويخش يا صار كده. ماشي? سيطاع انا مش مفرغ له في المنطقة دي. بس ما ابدأ ايه? نبتدي نشوف. انا عندي. ادي الشكل القطاع التصميمي. اللي هو الشكل ده كده. بس اقفل. اقفل البوردر. اللي هو اللي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا نعملها في السكشن. ماشي. او القطاع التصميمي بتاعي اللي هو لونه ايه? اللي هو لونه ازرق. حل? والارض الطبيعية بتاعتي اللي هي لونها احمر اللي موجودة فوق. ودي مساحة القطاع اللي هيتم اه قطاعها في المشروع كله. كمان ده كده المشروع الحسب بالكامل. فممكن كل ما هونالك ان انا بجيب وبقول له. حل? وبقول له انا عايزة احسب الكميات. الكميات الكميات اللي دي محسوبة بس انا عايزة نتزلها بشكل تدول فين? على الرسمين. ادي الكميات بتاعتي المالي كامل خمسة وسبعين الف ربعمائة وخمسة كلها ايه كلها اقطة. كمية كلها كلها اقطة. تمام? طيب. عايزة بتديه احسب الراجل مسلا المائة اللي يشتغل في المشروع ورفعنا رفع بعد مسلا اول شهر وعايزين نبتدي ننزله على القطاعات عشان نحسب له الكمية الشهرية. نبتدي نضيف له ازاي كل ما هونالك نشوف كده معنا في الملات فعنا هي حاجة اسمها المنط واحد اللي هو اول شهر مسلا عايزة اضيفه للقطاعات اللي موجودة. مفيش روش كلا انت عملت السطح منين? ايا كان مفيش روش كلا عملتوا من نقاط عملتوا سطحي خالية. اي ايا كان الطريقة المهم من السطح بتاعك يكون موجود في انت موجود في الرسم. اول شي هبتدي ايما اضغط على السامبل لاين ايما باضغط على القطاع نفسه. وبقول له والله انا عايز اعمل سامبل مور سورسيس. سامبل مور سورسيس دي مهمتها ان هو بيجيب اا مور سورسيس يعني مصادر تانية يبتدي يحطها على القطاع ويزهرها لك. من ضمنها تقدر تستغل تجيب شبكات اه اه مية نتوركس في شبك العام او تجيب اسطح او كوريدوريس. فان اعنا في الحال دي انا عايز اجيب اسطح فبقول له سامبل مور سورسيس تمام? بيجيب لي هو اي شي او زي ما تبطيع شويفين اي اي ان كان السورس هاجي لك فين هيكون موجود موجود معك في الرسم. اي سورس موجود في الرسمة. سواء في نفس المنطقة دي او موجود في اي حت في الرسمة هيكون موجود هنا في معاك. عايز تضيفه مجرد بتضغط عليه وتقول له ايد. ولو انت اللي هي الفاتورة الشهرية. مجرد انا بقول له اوكي ببطيدي انتصر لحظات. ببطيدي يزهر المفوض معي زي ما ان شايفيني الخط بتاعي هون وظاهر عليه كتابات. هو ده الاستاندار عادي بيظهر كده. فنقول له هنالت بضغط على القطاع. وبقول له. تمام? وباجي في كلمة لان منطقة جزء خاص بالسيكشنز دي اللي بيعادل الرسومات او الكتابات اللي موجودة في القطاع نفسه. ففي الحالة دي انا بقول له والله لابل سيت ستايل. لابل سيت. هقول له ايه? نو لابل بأكد له عليها. وبجرد ما بقول له اوكي. واقول له ابلاي زي ما ان شايفين زهر معي مين? زهر معي الخط موجود هنا. طبعا عندي خط بفر خارجي هنا. عشان بس بقى ايه? نشيله هو كمان. هذه خط البفر الخارجي. بقول له اوكي. عشان لما نقول له اخدر تبقى عملية واضحة بالنسبة للناس. طيب انا كنا عندي خط احمر اللي هو الارض طبعية. خط ازرق اللي هو التصميم. وعندي اه خط اللي هو مين? اه خط الاخدر ده اللي هو الكمية الشهرية. طب الكمية الشهرية المفهودة اللي اتحسبت فين? هل هي فوق الخط الاخدر ولا تحت الخط الاخدر? حاليا عن البحفور. هي تعتبر الكمية اللي فوق الخط الاخدر. تمام كده? خيط. هل حاسب بنقاول على الجزء اللي خارجي اللي براه هنا ولا لا? طبعا هو فعلية ما بتحسبش عليه. هو مفهود عنده حدود معينة بيلتزم بيها اي حفر زيادة عن حفر بتاعه. فده اللي انا ايه? بقول له انت ايه احسبها. ففي الحالة دي. بسوري الحالة دي انا ما بحسبها لهش. ففي الحالة دي بنفعش اللي انا عامل فكرة سطحين من بعض. ليه? لان فكرة السطحين من بعض في البرنامج مش هيقدر يحكم لي مش هيقدر يحكم لي فين التصميم من الموضوع. لان اه حساب كميات سطحين من بعض بياخد السطح الاول والسطح التاني. ويحسب المساحة ايه المساحة المشتركة ما بين السطحين. زي ما نشوف كمان شوية ان شاء الله في الشرح. ولكن في الحالة دي لها انا عندي مين? انا عندي حدود جانبية. لطريب القطع بتاعه حدود ميلة مسلا فلازم يلتزم بيها. فاحنا بنستخدم في الحالة دي القطاعات. طيب انا هحسب ازاي دولتي الكمية. كل ما هناك بضغط على القطاع نفسه. تمام? وبقول له اوكي. دي المدارية اللي محسوبة هنسميها حدد كاتند فل. يبقى دي كده الكمية اللي محسوبة الكات والكات والفل. انا حسابها بفكرة عشان كلها يجي لون واحد فمشيشكوش كلا بالنسبة دي. وزي ما انتم شايفين انا عندي هنا سطح البيس بتاعي اللي هو الانجيل. وسطح الكمبير اللي هو مين? اللي هو سطح آآ رقم ست. حلو كده اللي هو لاين سيكس ده اللي هو الاستطاع الصميم. تمام? فمجرد ما انا بقول له لأ انا عايز اضيف سطح تاني اللي هو سطح المنت. وبقول له اد. اوه ظهر معي مين? ظهر معي سطح المنت. وهو قال لي نوعه بيز. فبقول له لأ انت مش بيز انا نكمبير يعني سطح ايه سطح مقارنة. مجرد ما بقول له اوكي ونبتدي نشوف كده اللي هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين. هو عمل ايه? التزم بخط الاساسي اللي هو خط الارض الطبعية. والتزم بالخط المايل بتاع التصميم. وحسب لي المنطقة المشتركة ما بينه. يعني اه. سطح الشهر المفوض يوصل لحد هنا. ولكن لا. هو ما اخدش المنطقة الخارجية اللي برة دي لانها برة حدود التصميم. وبالتالي اخد لي بس المنطقة الداخلية اللي جوه مين? اللي جوه حدود التصميم. حلو جدا. يبقى انا كده هيحسب لي فقط المنطقة اللي هي المشتركة. تعتبر منطقة ما بين الخطوط التصميم واللغة الارض الطبعية. كل ما هو مشترك في المنطقة دي اللي هيحسبوني. اما بقية الشغل بتاعنا وللخارجي ده مش هيحسبوني. وبالفعل عني مرة الكميات بتاعتنا بقت كام بسبعة عشر الف وتين تمانية وسبعين. رغم ان ايه كان تقوم بعمليه ككمية كبيرة قبل كده. ولكن هو حاليا اللي ازهره لك في القطاعات اللي انت شايفها دي هو ده اللي ازهره لك فين في الجدول. فاي وقت حبيت تلغي الموضوع ده بتيجي تاني في الكمبيوت ماتيريال بتضغط على القطاع بتقول له كومبيوت ماتيريال ونقول له اوكي. ماشي. وبنيجي على المانس لبيل ده وبتقول له الريموف. اللي ارجع تاني نقول له اوكي. زي ما انت شايفين هنا حساب للكمية كاملة اللي هي كانت كامة خمسة وسبعين الف وربعمية. خمسة وسبعين الف وربعمية. ولكن انا عايز احصرهم بس في المنطقة دي. فبالتالي بقول له انا عايز اعمل كومبيوت ماتيريال. وبقول له اوكي. وبيضيف له هنا. بضيف له مين سطح اللي هو المانس هو بقول له اد. وطبعاً لو انا قلت له كبيز نشوف ايه استماحة هي احسبه بالضبط. هنا حسب لي الكمية المتبقية. الكمية المين? المتبقية. ده في حالة لو انا اخدتك ايه كسطح اما لو اخدته ككونبير هيnecess هيجيب لي الكمية ايه الكمية الاتامد بالفاعل. طبعاً كده انا عندي اتنين ممكن احسب الكمية المتبقية كامة فساعدتها نشوف الجدول قال لي والله انت متبقي تمانية وخمسين الف متر. حلو? يبقى ده كده الكمية المتبقية كامة. اما لو انا عايز احسب الكمية اللي تنفزت كامة. لأ بعكس بس. كل ما هونالك. برجع تاني هنا. وبقول له بدل ما السطح التالت اللي هو اللي انا اضيفته ده. بدل ما هو سطح بيز. لأ هقول له والله ده سطح مقارنة اللي هو كومبير. هو بقول له مين? هو بقول له اوكي. فزي ما انت شايفين جاب لي الكمية بس اللي موجودة معي فوق اللي هي حوالي كان سبعتاشر الف متين تمانية وسبعين. تمام كده? يبقى في المستقرصات الشهرية بضيف او الخط للارض الطبيعية والتصميم يعادي خالص يعني بعمل الكمية الاجمالي. وبعدين برجع اضيف سطح مين? سطح المقارنة بتاعي اللي هو الجديد ده. على اساس ان هو سطح مين? سطح تالت. وبالتالي البرنامج بيحسب لي فقط السطح اللي كالسطح التالي. حبيت بعد احسب الكمية الفعلية للمقاولة على القطعات بتعمل تانية. طبعا على سبيل المسال كده. اقول له والله انا عايز سطح الان جيل وقارنه بسطح الشهر الاول. وبقول له اوكي. ففي الحلقة دي كمية هنسميها مسلا اول اللي هي كل اللي اشتغلوا الراجل. اللي هو الكمية اللي اشتغلها. زي ما نشوفين هاي مبارس شرطان جديد تهشير هنا. هي كل ما هونية ان التهشيرين مفتوحين. التهشير الاساسي اللي هو والتهشير الخارجي ده. حتى هنا اغير nước الشكلة ده مبدئيا عشرا تشوفوا القرارة منهم هنخلي التهشير الاديم. اللي هو الدولات القديمة دي تقديما هنخليها زي النسبة الكاتس على سبيل المسال. aka. ا bulun. اضمن هنا العرش ي Protect Map Patterial تي Airbnb. الآن حسلم حتى حدوثتها في معلومة هنا في الحد فيا Cindy يتصل. اما حساب الكمية اللي جمالي. يبقى انا ممكن الحلقة دي بيعمل جديد. والله انا عايز كلها في جدوى الواحد جنب جنب الجدوى البتاعي ده كده مسلا. خلاصة بين المسال. يبقى هنا دي الكمية اللي الراجل عملها كان كلها تلاتة وعشرين الف. ولكن في حين الكمية الفعلية اللي هو مفوضة حسب عليها سبعتاشر الف لان هو حسب ايه ان هو عمل كميات بزيادة يمين وشمال. دي مش ايه مش موجودة معي جوة الحسابات. حلو كده يبقى انا عندي ان انا ممكن اعمل لحالتين. طيب. ده كده الشهر الاول. طب الشهر التاني نعمل ايه? هناخد مسال بس بسيط كده انا اعمل سطح جديد. اقول له month two. month zero two. تمامه? بقول له اوكي. ماشي وانا اخد نسخة من month zero one دوت. وبقول له. دي نسخة من ايه? من الشهر رقم واحد. وانزل لي بيها مسلا. ريز ار لور. بقول له نائز ثلاثة متر. وبقول له اوكي. نحن? وباجي هنا. بضغط على القطاعات اللي موجودة. انا عايز من السطح الجديد ده. وبقول له ايه? خدموني على اساس ان هو month level برضو. بقول له اوكي. اللي يزهر معينا هنا ايه? اهو زهر معي الخط تحت هنا كده. برضو نفس الشيء عشان الغي الكتابات اللي عليه. اللي هو وان ستين. وبقول له هنا. وبقول له اوكي. يبقى كده اظهر معي من اللي داحت هنا. طب انا عايز دلاتي احسب الكمية الجديدة. في مدرس تين. في مدرسة يقول لك لا خلي الاديم واحسب دين في التالت كالسطح يجيب معاك. او احسب الكل واطرح منه ده. لمعنى ايه? هبتدي بسا استعزنكم. نخفي المدرية اللي موجودة كبيرة دي. اللي هي بتاعت المقاول. اللي هي دي. نخفي اول بخط لهاي. حلو كده. ونشوف المدرسة الاولى ايه? والمدرسة التانية ايه? هادي اللي اولنا احنا هنا. نرجع دي زي ما كانت نستغسيمكم برضو. بسم الله. بسم الله. اه اللي هي الكتابات اللي ده بيزك. تمام كده? طيب. هبتدي اول اللي والله هنا عايز اعمل كومبيوت ماتيريال. وابتدي مين? وبتدي اضيف الكاتن دفيل ده هديف السطح الجديد بتاعي. اللي هو سطح مين سطح الشهر التاني وبقول له اد. وبقول له على اسس ان هو كومبير. وبقول له اوكي. يبتدي نشوف. اه زي ما شافين ما حصلش شيء لان هو بيقارن بسطح مين بالسطح اللي فوق. لو احنا قلنا له على اسس ان هو بيز. نغير كده. نشوف هيجي نزبط معينا اولا لأ. ده احنا اقول له هنا دين دين دين. اه هقول له لا ده بيز وبقول له اوكي. برضو ما زبطش ايه? ما زبطش معينا. اه لم تزبطوا معنا زي ما بقولوا. ففي الحل القديد هنا انا عمنا انا ما بعملاش والله ايه كده. انا بعمل ايه? انا بلغي مش بلغي بشيل السطح القديم بتاع الشهر اللي فات واحط الشهر الشهر الجديد. اهيه كل ما هونالك انا بايجي هنا ادي الكمبيوت بحل. وباجي هنا على. لان احنا لازم نغير برضو سطح البيز وسطح الكمبيوت. اه هنلاقي حاجة ده هنلاقي ده. هنلاقي ده بيز سريما. بسم الله. اه لان احنا لازم نغير واحد يعني بواحد واحد كمبيوت للتاني بيز. ففي الحالة دي انا بعمل ايه? بشيل شهر اواحد ده. وبقول ده compare وبقول ده compare وبقول له اوكي. ما يشيب انهم شايفين حسب لكمية مين? حسب الكمية الحد للسطح ده. محل? يبقى كده كده الكمية الاجمالي لمدة الشهرين اللي فاته. انا كنت اقريدي معانا اه مات الشهر اللي فات كم? اللي Pero 17000. والكمية الحد الشهر ده عبارة عن 29000. الملف ال اكسل يعني بتقول يبقى انت بس كل ما هنالك انت بتعمل جدول بتعمل خانة الاجمال او الاجمالي حتى الان وبتعمل مسلا الكمية السابقة و الكمية الحالية كامية. بقى ده انا ازداد دي لك دفع. الحالة دي انا عندي هنا الكمية الحالية تسعة وعشرين الف تسعمية. هطرح منها بتاعت سبعتاشر بتاعت المرة اللي باتت يديني كمية كمية الشقر ده عبارة من اتناشر الف متر ايه متر مرة. طعم كده? حتى تقريبا لو احنا غيرنا. برضو انا انا جربها معيش. نفاك ان هي كتب تيجي معنا بحاجة لو انا ضفت برضو منس واحد. اهنا. هنعمل ده كومبير وهعمل ده ده كومبير وبقول له اطلاي وبقول له اوكين برضو لم تزبط معنا. لبقى القصية احنا نعمل الشهر اللي فات والشهر ده وخلاص عليك. يعني نفس المتيريليست كل ما انا لك ان انت بتشيد الشهر اللي انت انا عائده. وبتخلي الشهر اللي انت عايزه زي كده. بتعمل ده البيز هو يبقى البيز والكمبير ده دايما تخلي الان جي اللي بيز وتخلي التصليم ده كومبير. الجديد يبقى برعا تصليم ليك بحس ايه يحسب لك الكمية الفعلية حتى العين كام والباقي ده ده. زي ما انا فى الاكسل بتعمل ليه ده ملنا. بيدي لك كمية الشهر اللي ناقص كمية التوتل الناقص عالم ناقص كمية الشهر اللي فات. يدي في الكاتول بيل. هي نفس المبدأ في الكاتول بيل. خبس المشروع عندي هنا كان كله كاتول. ولكن هي تشتغل في مدينة الكاتول بيل. ده كده بخصوص لمستخلصات الشهرية. هيبه احنا كده عملنا الكميات في كدوى الجانبي. دي كانت حاجة من مرة اللي تاتل. عملنا المستخلصات الايه المستخلصات الشهرية تاعتنا. طبعا? آآ كان في حاجة تالتة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولا اتذكر معاكم. خاصة بالكميات. كان في جزئة خاصة بكميات اللي هي كميات القطع العراضي نفسها. كنا احنا مرلين عليها مرور الكرام ولكن ما استعزونا بس نعدي عليها بردو كده عشان ننفع بس الفتة العامة بتاعة المشروع ايه? طيب احنا عايزين نعمل آآ رفع. احنا عمد هنا. خامسا دي قطع عراضي هنا. لكن ما اشفوها جمعة. آآ دي قطع عراضي زي مشاكين شكلها مختلف مش شغلة شكل استاندر ولكن مسلا كلها منسوبة. احكي ان القطع دي كلها منسوبة ثلاثين ونص. القطع دي قطع دي كلها سبعة عشرين ونص. دي قطع عملية تسويات اثناء المشروع. وعند القطعتين دول بس هما اللي عادين منسيب مختلف. فوادي ايه? الاحتاسي كل كورنر كام والمنسوب بتاعه. هلو كده? فحنا سريعا هنبتدي نعمل بس ايه? نعمل حساب في الموعد دي حتى ناخد بس ايه? ناخد دول وناخد ده وناخد ايه? وناخد الاخر. وانت كمان معي نحتاج. مش مشكلة. هنشوف ازي حاجة بسيطة زي كده نقدر نعملها بشكل سهل وبسيط. طبعا هي الاحتاسيات دي انا عملتها بشكل مفتعة بشكل سريع عشان نتنيني. ننقلها معينا نقول كنترول سي وابتدي ايه هنا. هولو بيست توريجنال كوردانيات. لما بيكون معنا احنا مناسيب. انا اسف ما ما جبش كل الرسمة. احنا هجل له هول دول معنا صح? هول سي دول جبهم. اه ده اجابها مشكلة. بيست توريجنال كوردانيات. طيب. انا عندي كده اربع قطع. احني انتنا بها خمس خمس قطع. منهم اربع على منسوب واحد. واحدة على منسوب مختلف. عشان نفهم بس مبلغ الاول مبلغ مين مبلغ الفرنامج بيحسب ازاي. لو افترضنا على سبيل المثال من المربع ده او المصفقيل ده بيمثل قطعة الارض الطبيعية او رفع الارض الطبيعية بتاعت المشروع. احنا وانا عندي التصليم بتاعي هيجي في المنطقة دي جديد. حتى هنلدي ده بلون وده بلون عشان ده احنا عارتين. التصليم ده يوم بالاخضر والارض الطبيعية عادة يوم بالاخضر. نعم كده? انا عندي الارض الطبيعية عادة بيكون مفهول اكبر رفع من الحدود بتاعي. يعني انت لما بتيجي حتى في المشروع بترفع الحدود الطبيعية اكبر من اللي انت بتحتاجه. ودي حدود حدود التصميم بتاعي. البرنامج لما بنيجي نقول له احسب كميات ما بين السطحين دول هو بيشوف المنطقة المشتركة ما بين السطحين. يعني لغاية انا عندي المنطقة المشتركة ما بين السطحين هي عبارة عن سطح التصميم فقط. فالتالي كمية اه سوري ارية السطح الارية السطح الارية اللي هتزهرتي اللي هي الارية. اخترت كده اضطلو هنا. خلينا حتى نختار شكل كده. خمسة. اهي. كيبا المنطقة اللي تم تهشيرها دي هي المنطقة اللي هيحسم عليها سطح الكميات بتاعها. فبالمناطق اللي يعلمين هنا مفيش اساسا سطح تصميم فبالتالي مفيش حاجة يقرن به يا مبني الارض الطبيعية وهو من التصميم فبالتالي مش هيحسم لها كميات. كيبا لما احنا عاملنا سطح كميات دلوقتي وشوفنا مساحته وعنلاقي مساحته بالزبط نفس مساحت السطح مين? سطح هي اصغر من التصميم. هادي التصميم اهو. تمام? ادي ادي الارض الطبيعية هي اللي اصغر من التصميم. تمام كده? سعيتها سطح الكميات هيبقى فين? هو نفس الشي برضو السطح المشترك ما بين الاتنين. لان كل ما هنالك المنطقة دي فيها تصميم ولكن ما فيهاش ارض طبيعية اللي هو ما فيهاش سطح مقارنة. فما نقدرش يقرر ما بينها ومن مين. وبين حاجة تانية. فادي سطح الارض سطح التصميم وهو مفيش حاجة اقارن بها. فبالتالي سطح الكميات هتبقى من غير سطح الكميات. سطح الكميات هيبقى فقط في المنطقة المشتركة ما بين السطحين. طب في حالة بقى الحالة التالتة اللي هي في حالة لو اعمل مثلا حاجة زي كده. تمام? انا عندي الارض الطبيعية مش مقارنة هي كله تصميم والتصميم اكتر من الارض الطبيعية في اتجاه تاني خالص. فالبرنامج ساعتها بيحسبني كميات في المنطقة المشتركة ما بينهم فقط اللي هي الحتة دي. حلو كده. يبقى البرنامج مش هحسبني كميات في المنطقة دي ولا في الكمية دي لان هنا مفيش سطح مقارنة ونفس الشيء هنا مفيش سطح مقارنة. طب كده. البرنامج هحسبني بس في المنطقة المشتركة ما بين السطحين. طيب. في حالة لو بقى. ده في اتجاه وده في اتجاه. وده سواء لسا العين من يومين. آآ تحدي بيجي يحسب كميات على الوابع ده وقول لي والله السطح بيجيليه بالزبط كده يقول لك آآ يعني ايه? مش على بعض. لان هو بالفعل ده سطح في المنطقة او ده سطح المنطقة دانية. بالبرنامج لما انت تقول له حسب لي كميات ما بين السطحين. يقول لك انت ده فين وده فين. مفيش منطقة مشتركة ما بين الاتنين. عشان يحسب لك ما بينهم. فبالتالي بيطلع لك شاشة الايرور. اما لو في ولو جزء بسيط جدا من السطح زي مسلا كده مسلا. جزء بسيط جدا من السطح. مشترك ما بين السطحين. ساعتها هكسب لي كمية عليها ومشترك لي ايرور. يبقى الايرور الراحية اللي هيزارلك في حالة لو بالسطحين مش مع بعض. يبقى ده كده ببساطة فكرة حساب الكيميات ما بين السطحين. طيب الحساب الكيميات ده ما احنا عاربين اه اقول مونا لك مثلا على سبيل المسال احنا عندنا اراضي بحاجات مختلفة زي كده او عندنا اراضي منظمة زي كده. مش منظمة شكلان انا مرضي منطقة بصولية من حيث المنصوب. ابسط شيء لها اللي احنا بنعمل الشكل دوت بولي لاين مقفول. وبنعمله آآ لمنصوب. يعني مسلا ادي بولي لاين اللي معي ده هقول له كنترول واحد. اللي هي شاشة بتاعتي تمام كده. واتدي له المنصوب المكتوب اللي هو كام? ستمية اتنين وتلاتين خمسين. حلو كده. نفس الشيء الحاجي هنا. اقول له الله انا عايز اعمل ستمية سبعة وعشرين خمسين. تمام? المنصوب بتاع المنطقة دي كلها. ستمية اربعة وتلاتين خمسين. يعني زي ما احنا عتعلمنا احنا ممكن نعمل مين? ممكن نعمل سطح من آآ من ايه? من اللي هو اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو منطقة من منطقة البولي لاين. نعمل سطح من بولي لاين ويكون مقفول مثلا او مكتوح. يكون مقفوصة. يكون مقفوصة. وبالحالة دي انا عندي الاخيرة دي اللي هي كان ستمية اربعة او اتنين واربعين خمسين. تمام. طيب الاخيرة دي بقى نسخها مختلفة. فما نسخها مختلفة. ساعتها ما اقدرش اشتغل بمين? ما اقدرش اشتغل بالآ آآ سري دي بولي لاين. ساعتدي اشتغل بآآ سري دي بولي لاين. ستتجد اشتغل بآآ بثري دي بولي لاين. تمام كده. وبتجد اوصة من النقاط بتاعتي الي هي القرور دي بغدا مناسيبي. احنا بنزل النقاط بشكل مناسيب. الاول ادي النقاط طبعا ايه النقطة بشكل باقي قطة حمر صغير عشان بينا قطة كاد بس. عشان انا مش عامل لها شكل غير ولا حاجة. تمام? وقلو سي وان طيب كده عملي تري دي وللين لو انا شايتها حتى على احتاسياته زي من شايفين واخد ايه? مناسيب مناسيب مختلفة على ايه? على حسب التصميم اللي موجود. تمام? طيب. هتدي اعمل مفوض سطحي تصميمي. هنتدي بس نشي بقى الكتابات اللي نص مين والله هكده. وبرضو النقاط اللي جعلت هنا والنقاط اللي ايه. طيب انا عايز اعمل سطحي تصميمي يمثل اللي ايه? القطع اللي احنا شايفين قدام مننا دي. قلو بقى هناك بقى هنا وبقول له create service وبقول له ايه? طبعا هنا بقى بشي المدارس مختلفة حتى انا لما اشتاها شرحتها بكزة طريقة مختلفة. بقى نشوف التروق دي ما بعد. هدي service هنا هسميه مثلا design. حلو كده. وبقول له اوكي. وباجي هنا بقائمة اللي هو سطح design. وبقول له الله انا عايز اعمل. وبقول له add. وببتدي اقول له. في حالة لو انت عندك كرفات بتقلل اقيمي هنا قادر بانجام. في حالة دي دي غريبا ما عنديش كرفات. فبقول له اوكي. وبختار له المدموع كلها وبقول له انت. زي ما انت شايفين عملني سطحي تصميمي ما منهم ومنهم بعض. طبعا? حتى هنا في ايه مانطقة مفعاش اه مفعاش خط المستقيم تم عمل ديش عليها. وبتدي الغط هنا على السطح وبتدي اشوفه. زي ما انت شايفين هو ايه السطح مكابل مع بعض ومش مزبوط ليه? لان هو عمل شبكة مسلسات بينية ما بين دول وبين دول. والحالة دي انا هدغط هنا وبقول له. وبتدي افتح شبكتان مسلسات وبقول له اوكي. وبعمل ايه? اختار السطح وقول له دي ار اللي هو ادره اردر. عشان يتبهه لي تحت وبحسي بانا اتنا عندي دي القطع نفسها موجودة هنا. في حل من اتنين. هيا ما ابتدي امسح المسلسات البينية اللي ما بين الحاجة دي كلها. بحيس السطح يتفرق بعد كده يبقى السطح مفرق فقط دي القطع بتاعتي. او اللي انا بابطي اتسابها زي ما هي واحسب عليها كميات. ولكن لو حسبت عليها كميات البرنامج زي ما احنا قلنا لو احنا بالوقت ايه? ايه? احساب الارض الطبيعية بالشكل ده. وقلت له حسب لي كميات طبعا هو فيه هنا. مسلس ناقص. احنا ما نسمي دي بس ايه? نضيف لاين هنا. تمام? حيس ايه? نضيف لنا لاين هنا. طيب. لو حسب الكميات هياخد للمنطقة دي في عين الاعتبار معي. فزي ما قلت هي عبارة عن مدارس مختلفة. انا هتجي مسلا الخطر اللي اللي انا سامته ده طبعا هو المناسب هنا كان ده طبعا هو المناسبه. او نضيف مسلا صفحة ده نضيف تفاصيل الارض الطبيعية الفعلية في المنطقة دي. ها هي رفع الارض الطبيعية اللي هو ملف ده. طبعا برضو ملف ده نرفع طوركم في القيمة اللي اسمها نتحرك بالفعل بالفعل نتحرك نقوم بفعل الضغط بمثرر الجهاز للأضافة وابتدأي سطح أن تسده الكلام ويقوم بمثل المثلات ويكام مرحة قطلى السطح دروينج أبجيكت وهو تحديد المثلة وأخذ نظام بتتكلم نجمع اقول لها بالكامل. وبقول له اوكي. فهو بيشوف بس انقاط الكاد ويبتل يعملها مني. يعمل لي زي ما هيا شاكين كده. من السطح بتاعي بس هو نغير بس الهي بالشكل بتاعه. نخلي ديني ان عشو. طيب. النقاط الكاد دي خلاص مهمتها انتعد. بقى اللي معنى. طبعا السطح مش هيتأثر من نوع ايه. مش هيتأثر من نوة عمل مريد من نقاط ايه من نقاط الكاد. طبعا نخلي برضو السطح لحدود خارجية فقط نستردينكم. اشتبه انا دي اسهل بالناس بدنا. طبعا نشوفين سطح الارض الطبيعية واغطي تماما سطح الشغل بتاعنا. فلو احنا حسبنا كميات على الوابع الحالي انا هغطي لي اقول له والله هنا عندي. هعمل. ممكن من خلال وممكن ان انا هعمل كليل كمين على السرطح بقول له. او ان انا ممكن من قائمة انا اضغط عليها. وبيجيب للويندو دي. حلو كده. مجرد بضغط له هنا وبقول له انا عايز اعمل سطح دي. نفس الشيء يديني ايه نفس البيانات بتاعتي اللي هي ايه يقول لي. تمام? وبعدين بيقول لي الاسم بتاعه ايه? والسطح البيز اللي هو سطح الاساسة او الارض الطبيعية ايه? وسطح الكمبير اللي هو سطح المقارنة ايه? طبعا عمالية السكيلفة هنا هو في العادي بيبقى واحد. بيجيب لك قيمة كما هي. ولكن انت ممكن تديله فاكتور بحيث لو انت بتعمل عملية رادمة على سبيل المسال. والردم دوت اه انت بتحط اه خمسة وعشرية مية زيادة عشان بعد كده بعد الدمك مسلا بيينزم. فانت ممكن تخد لو انت عايز الكمية قبل الدمك يبقى انت ممكن تزود هنا يبقى جب لك الكمية مضروبة في خمسة وعشرية مية. حلو كده ولكن في الحالة دي احنا بستخدمها واحد كما هي وواحد كما هي. فالحادي فاقول له انا عايز اعمل بتاعي اللي هو الاني جي ال. وعندي بتاعنا اللي هو الديزاين وبقول له اوكي اوكي. تمام? زي ما انت شايفين هو عمالي تأشير ده معنا عدتا. شايفين اهو عمالي تأشير على مين على كامل المسطح. حين ان انا القطع بتاعتي بس. المسطح بتاعي بس القطع دي. حتى هم نخلي ماشي ده بالدون الاحمر عشان دي برضو ايه. تظاهر معنا. تمام كده? طيب. اه البرنامج زي ما شايفين اخد المنطقة المشترك ما بين السطحين. فالسطح اللي هو الدي فيه مسلسات لكثيرة في النص هنا. ولكن انا مش انتهاشت. هكتدي مسلا على سبيل المسال انا شلها بشكل يدوي. وهقول لكم طريقة افضل من الموضوع ده. اهو يبقى انا عندي هنا شوية مسلسات دي يده في النص. مجرد ما انا بقول له. اه انا عايزة. طبعا هو هنا قال لي اوت اوف ديت لان ان غيرت لون بس. غيرت لون الخط ده. فبالتالي سطح التصميم زي ما شايفين عايز تعمل لغة مجرد ما هعمل له كليك يمين وبقول له في السطح هنا برضو سطح التصميم سطح اللي هو الكيميات لازم تعمل له اوب ديت. تعمل كليك يمين وتقول له ري بلد. تظهر على طول الكيمية معاك ما كله مش مشكلة. ولكن انا هنا هبتدي اقول له والله هنا عايزة اعمل ايه? وابتدي سريعا لغة ملموعة الخطوط اللي هنا بس عشان نشوف التأثير هيحصل ايه? ثمان شايفين الارية هنا ميتين تسعة وتسعين ارت. تمام? مجرد ما احنا اختار السطح هنا وبقول له سيلكت. هو ما اختار لي الحدود دي فقط بتاعت السطح. حتى لو انا غيرت له. عملت له شكل مسلا من او زي ما انشوفين. بقى لعندي السطح بتاع الكيميات هو بس السطحين دول. حل? ولكن برضو حتى الان لسه ما استفدتش بشيء لان انا عندي حدود زي ما احنا شايفين هاي الحدود مختلفة. فاحنا عندنا هنا طرق مختلفة لايه? لحساب كيميات بتاعت المناطق دي. ممكن في نفس سطح الكميات اللي انا عملته ده. هبتدي اطلع كل كيمية منفصلة بورنايا على اسم مسلا بتاعها. لو على سبيل النسان تمام انا مشلت الاسمي. بس نخلينا نقول ان الاسمي بتاعتنا. هتبقى واحد اتنين تلاتة على كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. راجي هنا على السطح بتاعي بقى دخل على سطح الكميات. والليل العلامة دي. العلامة دي عبارة عن حاجة اسمها يعني ايه يعني انا هاخد في القطع في السطح اللي انا وقف فيه دي الوقت اللي هو سطح الكميات ده. هاختر له شكل مقفول. وعلى اساسه هيجيب لي كمياته الواحدة. لو انا اضغط على السطح ده على الجزية دي زي ما انا شايفين هنا اعمال لي علامة زائد. لو انا اضغط عليها هو اف هنا. اهو. هو اعمل لي على منطقة مين? على الشكل ده بس. فبيقول لي والله الشكل ده الواحده. الاريا بتاعته كام? والكت اللي فيه كام? والفل في كام? يبقى دي كده مسلا ممكن اسميها هنا انا نسمع مثلا بيه اي وان. حالو كده اللي هي اريا واحدة. اي وان. تمام? طيب. انا اللي هي دي. اهم شي طبعا تكون مقفولة. لو انا اخترتها زي ما نشوفين هو اعمل هايلايت عليها هنا هو. برضو دي اي تو. تمام? هيجي برضو على التالتة. وبقول له هنا دي اي تري. والربعة والخمسة وهكذا. وبعدين بعد كده اشيل علامة ازاي? سوري علامة الصح اللي قدام السطح دي. وفعل علامة الصح قدام تلات اي او الخمسة اللي اشكل اللي عندي. وبقول له ايه? يزهر هالي في المنطقة دي. فبيزهر لك يقول لك والله انت عندك الارية رقم واحد. اللي هي الا واحد. الارية بتاعتها كام? والكات كام والفلد كام. نفس الشيء اي تو واسري. فأنا هنا ما كنتش محتاج اللي انا اعدل مين? ما كنتش محتاج اللي انا اعدل السطح نفسه بتاع التصميم. رغم ان فيه مسلسات ديادة زي ما احنا عارفين من النص دي. وانا هشيق. ساعدين جمع افن دي خبز. اهو. زي انا رغم ان فيه مسلسات ديادة كان بين القطع ولكن البرنامج كده انا الزمته كل ما هوني لك ان هو هياخد اللي هي المناطق المقفولة. ويبتدي يحسب هاي لكل منطقة منفصلة لوحدها. ولكن اه منطقة البينية هي بتظهر فيه منطقة البينية في الاجمال. يعني الفوق ده يعتبر الاجمالي بالمناطق البينية. ده ساعة انا ما باعتمدش عليه باعتمد بس على مين? على الاريات المنفصلة اللي انا اخترتها. دي كده طريقة حل. الطريقة التانية ان انا من الاساس اعمل سطح التصميم بعبارة عن القطع دي بس. زي ما انتم شايفين هنا قد نشيل مسلساته وبالذات لو مثلا الاسطح كتيرة زي كده وفي مناطق فنص انا بالفعل اللي كنت اعملته في الفيديو بتاعي ان انا قعدت اشيل المسلسات في المناطق البينية اللي فنص هيا. حلو كده ولكن انتم عافية طريقة الاسل من كده بس يا ربنا بيهدين انا مع الوقت يعني. الطريقة الاسل من كده اللي هي عبارة عن الاتي. هلو قد بارك منها. هاجب سطح التصميم. بقول له والله انا عايز اعمل اللي هي حدود. طب اعمل تلك مينو بقول له اد. فبقل لي اي حدود بدعتك وقل له والله حدود اوتر. تمام كده وبختار له الحد اللي هو الشكل ده. زي ما انتم شايفين سطح التصميم اقتصر فقط على المنطقة اللي فهنا. اقتصر فقط على المنطقة اللي فهنا. بقية مناطق انا حال كده هاتطر للا انا اعمل تصميم لكل قطعة? لا. هنا بقى هنيجي على نفس الباوندرس دي بنعمل تلك يمينو بنقول له اد. وبنيجي هنا بدل ما هي كلمة اوتر بنخليها كلمة شو. بنخليها كلمة ايه? شو. يعني انا عايز اظهر السطح في المناطق اللي هقول لك عليها. بقول له والله هنا وهنا 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 وبقول له enter. لو بصينا كده على السطح بتاعنا. نعمل كده ونقول له object viewer. زي ما انتم شايفين بدون ما اششيل اي مسلسات بدون ما اعمل اي شيء نفس الاسطأ انا او نفس الحدود اللي انا اخترتها عبارة عن اللي عملتلي منها الصح هي نفسها اللي اخترتها اول واحد فقط لازم يكون التأتيب كده. اول واحد فقط بتختاره على الساعة ان هو اوتر والباقيين كلهم عبارة عن شو. وباقيين كلهم عبارة عن شو. فبالتالي هو كأنه بالفعل قطعني المسلسات البيانية ان هنا وانه فعليا قطعهم ايه? لانه مبرا حدود الحدود اللي ايه? اللي ظهر معي. كل ما هوني الجوية الحدود القطع بتاعتي اللي انا عملت اا ريبالد للمنطقة دي كلها تمام? وقلت له الفوليوم داشبورت عنا ايه? دي كده كمية الفعلية اللي السطح الاساسي دي ما نشاهدين? السطح الاساسي اللي هنا هو طبعا ايه? عايز اتعمله. ننزل بس المسلسات بتاعته. بسم الله لان دي دلوقتي عبارة عن المناطق المشتركة ما بين السطحين. هنا ما فيش منطقة مشتركة ما بين السطحين. رغم ان السطح التصميم الاساسي انه في بياناته. ولكن انا عملت له حدود خارجية. بشكل ما? وبالبقيين عملت لهم شو? اه بس الجزء اللي باقي من السطح هو اللي بتحسب عليه كميات. اما الجزء اللي مش باقي من السطح اللي هو معمول له هاي دي يعتبر. ده ما بتحسبش عليه ما بتحسبش عليه كميات. طبعا دي طريقة اسهل وابسط. في نفس الوقت دي لك كمية الفعلية وسواء كمية الفعلية فوق هنا. او كمية الاجمالية لكل القطع زي ما احنا ايه زي ما احنا عايزين زي ما احنا بنختارها كلمة ايه من عرصة. حلو كده تمام? طبعا فيه طريقة تالتة من خلال البارسل. دي يعني خلينا مع البارسل. ما نكون الجزء ايه دي واضحة سهلة وبسيطة. هي التريكة كلها هنا. ان انت بتعمل اول واحدة بس بتعمل لها عبارة عن آآ 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 اوطر. آآ ده كده بحالة لو انت بتعمل ايه صفحي كميات مبينهم ومن بعد. طبعا هنا يديكي كمية مبارعة عن الفلساة هنا في بشكل كتابة زي احنا احنا اظهرناها كده مسلا. طبعا انت بتخفي الوقت الزر زي ما انت عاوز من هنا بحيس يزهر لك الكلابات. اول انت بتعمل مجرد ان تضغط هنا. بتقول لهم عايزين من الريبورد. بيزهر لك الريبورد زي ما بتاع ايه بتاع المجموعة اللي ايه اللي ظهرت معي. طبعا هو ما هزهر ليش الكامل بتاعي هنا. لان الكامل بتاعي انا شايل ايه شايل العلامة الزائد من قدام الماكلة اوزهرت هنا. ويزهر معاكي الكمية المانية هنا كده. طبعا كده. بها كده دي فكرة حساب الكميات مبين سطحين. بشكل سريع وسهل وبسيط ان شاء الله يكونوا وصلكم بطريقة سهلة وبسيطة. وكل ما هنالك ان انت بتعمل ايه بتعمل ايه اه سطح الكميات اه سطح التصميم والارض الطبيعية وبتعمل ايه الحدود بتاعتكم الى زي. الشغل كله اللي انت بتعمل الحدود في سطح من الكميات. سواء سطح الارض الطبيعية او سطح التصميم بتعمل له فكرة الاوتر والبقين بشكل شو. عشان هو في الايخة خالص البرنامج هيشوف مين? هيشوف المنطقة المشتركة عما بين السطحين. مش هجيب باتاة خارجية من برا. طول بس هما دول زرين خلاص فوق ده اللي هيتعمل معهم. في فكرة اه في حاجة بسيطة ولزيزة قوي كده انا كنت شوفتها في فيديو. هاستخدمكم بردور لكم عني. هاول لكم ديليت. سطح الكميات اللي موجود. نفترض على سبيل المسال انا عندي ايه او خلينا حاجة فيها كزا سطح. عشت. اه عشت. لو انا عندي هنا كزا سطح على سبيل المسال وعايز احسب الكميات ما بين الاسطح اصبح بعضها. بدون اعمل سطح الكميات وثبته من الى زلك. بنعمل حاجة اسمها هنا اوات اه فوليوم. هتبقى قلمة فوليوم. اه 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 ريبورد سيربس فوليوم. كمم كده? تزهر لك ويندو شبه شوية الويندو بعد فوليوم ولكن هنا دي عبارة عن اه بتضيف لو انا بتقول انا ما عايز اعمل سطح جديد. كمم كده? هنا عملية وقتية بدون حفظ. يعني ايه? هديكم اعيش بس احسب. برضو سطح التصميم ده سريعا كده هنعمل ايه? هنسمي دي واحد وانعمل دي اثنين وده اللي هو دي تلاتة. دي تلاتة. بعد اصبح تصميم مختلفين. السطح اللي هو التصميم الاولاني هاخدله. خبار عن اللي هو الشكل ده. ماشي والسطح التاني اللي هو دي تو. برضو اللي هو الشكل ده. تعم كده? برضو ناخده. تلاتة اصبحين? تلات اصبح مختلفين. هو السطح ده. او ما اخدش الحفظه دي تعده? طيب احنا ممكن نشوف المسلسة ازائي ده 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 هنا. تلاتة. طيب انا عندي السطح الاول ده السطح التاني ده والسطح التالت ده. احنا هنشوف التلات اصطح ايه مختلفين. دي واحد دي اثنين دي تلاتة. طيب انا سريعا انا عايز احسب الكميات ما بين سطح ايه وسطح ايه. في الحالة دي والله الان مع دي واحد. زي ما انتم شوفينه مباشرة اقلمين الكمية بتاعت الكاتت كام والفلد كام. حلو كده? طيب انا عايز اشوفها مع الدي اثنين. هنا محتاج اعمل سطح جدا. مجرد ما اختار من هنا من اللسة. الدي اثنين. جاب لك القطع والفلد كام. طيب انا ممكن سريعا من غير ما اعمل اي اصطح في الرسمة. ما غير اعمل اي سطح وكميات. هشوف الكميات فعليا بسرعة هنا. من خلال حيث ما اللي هي الريبورت اه سيربس فوليم. طيب الريبورت سيربس فوليم كل ما هناك انه بيجيب لي مين? بيجيب لي التفاصيل. هنا اقدر اقرر من مسلا ما بين سطح واحد وسطح اثنين. مسلا على سبيل المسال. هاللي الكميات زيرو لانه هم اريد الاتنين مش مع بعض. الاتنين مش مع بعض. كله كده. ولكن مسلا ما اختاره الان جي ال. هم باشرة انت شاف اللي الان جي ال. وحسب السطح بيجيب لي مباشرة ان يفعل لك الامر. ويجيب لك الكميات مباشرة كبيرة. حتى لو احنا عملنا شوية زوم. هذه الاريات بتاعتنا واحد واثنين. وبنت الاخيرة طريبا واحد واثنين. يعني ديكت اخنية واحدة اهين. ماشي. اللي هي. ادي واحد. اللي هو جايب لي الكاتل بتاع هنوات. سوى صورة شوية فرقات عشان هنعمل نريبا المسلس. ولل الكاتل. ده الكاتل. ده الفيل. عايزين الفيلة اساسا. دي اني واحدة. اه لا احيان. احيان فرقات تانية واحدة. طبعا كده اللي هي 14 سوعة اثنين واحد. وهذا اللي هندي. اللي هي 23930. 23965 اللي هي اللي هي اللي فوق دي. طبعا كده. على طول مباشرة ان البرنامج بيجيب لنا مين يجيب لنا الكيميات بدون ما احنا نعمل اصلا اي اصبح كيميات موجودة معنا في الرسمة او اي شيء. ما اننا نكون غطينا وغفينهم الجزء دوت والجزء الخاص بالكميات بشكل عام كيميات بالاصبح وكميات بالايه بالقطاعات. طبعا لو انت حبيت تظهبها على حسب الانتشار ان انت بتسلم له يعني. المنطقة دي ممكن على حسب المسال انت عايز تعملانه منفعش صفحين من بعض. خلاص بتعملانه بشكل شبكية بترسمها شبكية وتحددها. او انك بتعمل خط على سبيل مسال انا اغسر الحيات دي خط كده على سبيل مسال يتفجر خط قعدة عايزهم. تمام? في الحالة دي بقول له اوكي. وطوله اساسا كله ميتين متر. اشتاكي بميتين متر. فبقول له انا عايز اطلع القطعات كل كم? كل عشرة متر مسلا. اقطع في الاول واقطع في الاخر. وبقول له اوكي. اه هنا القطعات عرضها مش كامل. طيب. ممكن نعدل العرض سهل وبسيط جدا. مش هكذا سهل وبسيط ان احنا اساس تختار اي قطع فيه وتقول له. تمام? بيجيب لك هنا الايه كل خلوط السكشنز اللي عندك بتختاره من الاول الاخر. وبعدين بتعدل العرض اقول له عايز ميت متر اين. ميت متر شباين. وبتقول له اقلاي بيبتدي يزهرهم لك ايه زي ما انت شايف كده. وبعدين بتعمل ايه? عملية ازهر. القطاعات بتاعتك. مسلا على سبيل المسال. سريعا بس احنا بنعمل الكلام ده سريعا. لان احنا شفنا قريده قده كده. اقول له القطاعات هنا. بيزهر لك القطاعات بتاعتك ايه. متعدل بانت ايه? الكمبيوت متر ايه لو تقول له انا عايز احسب ما بين الان جي الو ما بين دي واحد ولا دي اتنين ده طيبا دي اتنين ده طيبا دي اتنين وبقول له اوكي. هيحسب كلمية. ما عسبش كمان ان هو دي مش دي اتنين ده دي واحد. دي واحد. يبقى هنا دي اتنين ده حلشيه. لازول ما كانو دي واحد. why would do it? لا الو ما بقول له اتنين ده حسب costs ما بين دي. بين السطحين زي ما احشابين طبعا هنا هنا مفيش كميات محسوبة هنا في كميات محسوبة و Naomiinhagol 316 طائر بالآخر خلص جدول لالكمية يا تلات حسب سبعة ثمانية. راحنا عملنا ريبورد. ماشي. رايبين حتى من هنا. للرقمين دول. انا عايز ما بين الاني جي ال. وبين السطح. دي واحد. الكمية هنا ربعمائة وسبعة هنا ثلاثمائة وسبعين. والكمية هنا اربعتاشر سبعمية اربعة وتمانين. وهنا اربعتاشر السبعة واحد وعشرين. يبقى الكمية بالقطاعات طالعة اكثر من ما. زي ما عاونا ضمن ما بتفرقش تايمان القطاعات سعبة تطلعها اكبر وسعادة الاي ساحة من ضد تطلعها اكبر. لان كده الدفحية لو انت عايز تعمل الارض صغير واعز تعملها بالقطاعات. انت مضطر لان انت تعمل خط كده يمثل يعني مابل الارض اي امين الارض او شبال الارض اي امكان. المهم اللي حالي ربكم نغطيناه وسنفق بنا كنا هسرنا. اه كل الملفات زي ما احنا هنا موجودة ان شاء الله على الانك اللي هي الرفع بتاع الارض الديه وهي الرفع كامل زي كده مسلا. عدده فيه شوية رفعات رفع عديم ورفع جديد. ورفع المسيحي الاساسي والتصميم وما الى ذلك هينفعكم ان شاء الله كتدريب. هلو كده? طبعا الحاجة دي ان شاء الله هنالك بتفصيل تدور الحساب كبينية الحق الرد ما عندي على القناة. من ان انتو برضو هي لو حبيتو تستزيدو. ان شاء الله موجودة. اه نفتح باب الاسئالة دقائق. ايه. 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 مين عنده السئلة? الله تسلم يا شوانزز ربنا يا بارك ريك بالله على كمية معلومات الغربة العياري. الله يوريك لك يا رب. تسلم باشي. حتى عندما بايست السرقة واحد. قابل لي ونسأل. ايه الدكتور سينان. يتفضل بي. دكرا جزيلا. لا عفوا. انا الحقيق ما في عندي استفسارة لسؤال بس حبيت اتشكره بالمهندس الشام لانه اتوقع انا بطبع الكثير وجيف بارتز وكثير من الاجانب ايضا. ما اشفت فيه كمية من المعلومات اللي يعطانيها اليوم. والله هما بس هما اكيد عندهم كتير بس هما ممتطلعوش كل حاجة بلاش فعينينا. هو هذا الفرق اصلا. اه. لذلك احنا نتشكر نسأل سبحانه وتعالى انه بتحليك. الله يبرك لك. امين يا رب. احنا واياكم ان شاء الله. اه. طيب يا فوانسيس. سؤال اللي جال حضرتك بقولك لو باتران فوانسيشان طريق تغيير سطح الارض الطبعية بعد اتنان الكوريدور والقطاعات والكميات. طيب بس هو مش احنا نغير في سطح الارض الطبعية نفسه احنا يفضل ان انت بتعمل سطح دمج ما بجينا السطحين. يعني دلوقتي احنا على سمين من سنة احنا طبعا عندين هنا سطح الارض الطبعية وعندين سطح التصميم المفروض. تمام كده? اه سطح الارض الطبعية وسطح الطب. يعني نعمل سطح بس للكوريدور اللي موجود عشان اه الشيء اوقع. حتى دي اختار سيرفز هنا وبقول له نعايز اعمل سطح كوريدور طب. تمام كده ونقول له اد توب لانتس نفس الوقت كالعادة اللي موجود معنا. دلوقتي انا عملت سطح طب للطريق وعندي سطح الارض الطبعية الموجودة. يفضل تعمل انت سطح دمج ما بين الاثنين. سطح دمج ما بين الاثنين. حيث لو انت عادي تعمل حساب كميات حاجة قريبة من الطريق. انت في العادي تعمل الطريق مسلا الاول وبعدين بتجي تعمل القطع لحوالين الطريق بحيث تيفعله. ففي الحالة دي كل ما هونالك كمان انشان احنا نشيب بس اسطح البوليمز اللي موجود ده. هبتدي اعمل سطح دي واقول له كرية سيرفز. كمام? وبقول له هنا سطح مسلا ايه اه 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 دمج بسه. عشان بعرفين. خلو يبدأ سطح الدمج ما بين السطحين. ونجرنا بقول له اوكي. عملية الدمج دي كيبت ترتيب يعني ايه? تاخد انت السطح الاول اللي هو السطح الاساسي وبعدين السطح التاني اه كل ما هنالك انه هو بيلعي. الحيز بتاعه من السطح MP. وبيعمل دمج ببين السطحين. فبالتاني انا اريد سطح الارض الطبيعية اللي هو كان الاساس. وهنا سطح التصميم اللي هو الطريق. فكده سطح الطريق. كل منطقة الحيز المشترك ما بين الانjectين. سيتفرق وهي تبعد المكنة كان سطح السطح التصميم اللي بين него م reorgan. فعلى سبيل لمسال احنا انت ا justeعم لها بشكل كده كده ايه هادي البيوم اقول له بيوم افتاح لي اتنين جنب بعض ماشي عشان نشوفها بشكل احلى كده واوقع كمام؟ بس نبقى يا ربنا نسطر علينا واحنا بنعمل الحركة اللي جاية دي الجهاز ما يهنكش نسطر يا رب ايه ها اذا كده انا اوه دي اسم الله بسم الله بسم الله الحمد رحيم ده والله يبني حلال وعمالها. طيب زي ما احنا شايفين كده مسلا. اهو. مش نبقى كده العملية ايه? العملية اوقع بالنسبة للحل. هنبتدي نقفل حتى بعيدة الاسبر. هدي مسلا سطح الطوب. اه البوتون سوري. هقفله هو سطح الطوب بنفس الشيء. طبعا احنا ممكن ببدا من نعمل على كل سطح نيجي عليه ونقول له كليكي مين وغير بتاعته. بنيجي هنا نقف على السيركس نفسه وغير من شايفين تحت هنا على العلم ده مش في السطح بس في النوع عارض وما ايه ده زالك. ده متحكم في المجموعة كلها مرة واحدة بمجرد احنا نجي على العمود اللي عايزين نغير فيه. نقول له ونقول له مسلا كلهم نو ديس بلاي وبقول له اوكي. كلهم بيختفوا من عندك من اعلى بس. حلو كده. بس مبدأ ايان انا عايزة اشوف لكم ادي سطح الان جي ال. مجرد هنا ادي سطح الان جي ال. تمام? انا هايزة اقول له اطول له. تمام? حلو زي ما نشايفين سطح الان جي ال اللي طالع فوق الطريق هنا. طالع فين? طالع فوق الطريق. حلو? نفس الوقت. نفس المناطة دي وضه هو طالع فين? طالع فوق الطريق. كل ملايك انا عايز اقول له لأ هنا في المناطة دي احترم التصميم. انا ما احنا جينا افنا من ارض الطبيعية. ماشي? هدي هقفل الارض الطبيعية وهفتح ايه? هفتح بقى سطح الدمج بتاعنا. اقول له ايه? تمام? حتى الان سطح الدمج فارغ ما تبوش اي ايه? تبوش اي تفاصيل. انا عايزة اول شيء في سطح الدمج هبتدي اقول له والله في الديفينيشن بتقيمة ادتس وتعمل كلمين بتقول له بيست سيرفس. بيست سيرفس. يعني هاتلي سأخد داتة من سطح. اه اناسر. اه هنا. سطح مين? سطح الانجيل الاول. انا هاخد كوبي من سطح الانجيل لجوه السطح بتاعي. اقول له اوكي. ماشي. سأزينكم من احفل دي. تمام. يبا كده الارض الطبيعية الاول. بعدين باجي من السطح التاني اللي انا عايز اضيفه اللي هو البيست سيرفس التاني اللي هو مين سطح اه الطب. سطح مين الطب. مجرد بقول له اوكي شوف كده السطح هيحصل هنا ايه? اه. تم تفرير السطح بتاعنا. ادي سطح منطقة القطعي هنا. لا بقى واضح معي ان هنا منطقة مين? حتى هو الكوريدور المفتوضي في الكوريدور حتى. اهو ظهر معنا مين? ظهر معنا السطح بتاعنا. اهو مين اللي حتى احنا ماشي هستعزينكم. عن افرد الواندوين دول تاني. ونختار بس سطح الدمج. ادي سيبلكت. ونقول له ونبتد نشوفه. اهو. بقى كده عندي السطح بتاعي سطح ومارة عن ارض طبيعية ايمين وشمال الطريق زي ما احنا شاكينا في كامل الطريق ولكن في مناطق القطع هون. انا عندي هنا منطقة قطع في الكاتف الاول. اللي هي المنطقة دي كده. بسم الله. اهو. منطقة منطقة قطعة هي ولكن الارض الطبيعية اخدت شكل التصميم اللي موجود. ومنطقة المفرقة اللي في النص بقت مقبرة عن الطريق بتاعي. نفس الشيء. الطريق هو هنا بقتاني. يولي الجانبية تنزل على الارض الطبيعية. لما جاء قطع تاني قدام هو احترم مين? احترم التصميم بتاع الطريق بتاعي. اللي هي في المنطقة دي كده. اهي. هنا كان فيه عندي قطع ايون. وقطع اشمال. احترم التصميم بتاعي. ولغى الارض الطبيعية الموجودة. ففي الفعل دلوقتي ده كده اعتبر السطح النهائي. بعد ما المشروع يغلص. هيعرف الشكل ده. مناطق الرد ملد. ومناطق الحفر حفر. والارض الطبيعية اللي ما داخلتش معي في عمليات الشغل. مش هتتأثر باي شيء. هتبقى خارج بيه. خارج منطقة بيه الشغل. وبالتالي اخد سطح الدمج ده. وابتجي اتعامل مع القطع بقى اللي اعتبره مسلا مع القطع جنب المشروع بتاعي. هحسب كميات اي حاجة جنب المشروع بتاعي. خلاص اخد سطح الدمج ده. اعتبره سطح ارض طبيعية لاي غنصر جاي بعد كده. هنسى بقى الارض الطبيعية الاساسية دي خلاص انا استخدمتها مع الطريق. وبالتالي هاخد اللي هو سطح الدمج ده. هبتجي اتعامل معك كل ما هو بعد ذلك. ما نكون انا كده بوقت بشكل صحيح. ولا ايه? في استفسار اه في الجريدينج. الجريدينج اه. 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 ما نجنب الجريدينج في المشروع بتاعنا باستيس عم خونه عندي. بس هي. الراف جريدينجي مسلا. تمام. لو مسلا عندي الاستوبات الجانبية اللي هي مسلا اربعة الواحد. عاوز اغيروا الاستوب ده. ده سؤال. طيب. ده سؤال اكتلو صار حدثين. والله انا اتلو اسأل. طيب. انت عايز تغيروا انا عملتوا. او بعد ذلك عاوز اغيروا. طيب. احنا سريعا كده هنستغزانك نعمل اه. احنا سفح الارض طبعيه هنا جانب. 640 طيب. هنعمل ده فتشور دمين زريع كده. فتشور دمين. وده. وده. اساين. سأقول له. خمسين. سأقول له اوكي. تمام. ابتدي اقول له انا عايز اعمل. وسطح اوتوماتيك وسطح الان. سطح اوكي. تمام. هبتدي اعمل سلوب جانبي مسلا. ده لبرة. سلوب اربعة سلوب اربعة. بعد كده سلوب اربعة في حالة الكت وحالة الفيلم. في نفس الوقت هعمل. فبالتالي شكل سرح التصميم بتاعي في النهاية خالص. هيبقى كده. مزبوط كده تمام? معي كده ولا ايه? تمام تمام. طيب هنا كنت هتختار بقى الجريدينج نفس اللي هنا ده جالس. وبتيجي على الجريدينج بروبرتز. ولا سويا مش بنيت بروبرتز. بتيجي على الجريدينج آآ جروب بروبرتز. تمام? وبتيجي هنا في الجريدينج بروبرتز. ساعتك هو عالدك انت عالدك احنا عاملين الميول واحدة. اه او جريدين جيتور سويا. جريدين جيتور. تضغط عليها. او بيقول لك لو انت شغال واحد الاربعة واحد الاربعة. تقول له لو انا عايز واحد الاتنين وواحد الواحد. مباشرة هنه هيغير لك خليه واحد الواحد لانه اغلبه فيل. اغير معك مباشرة انه. يبقى الجريدينج اللي انت عملته تقدر تتحكم فيه من الجريدينج جيتور. كده تعدل فيه زي ما انت عايز. برضو هلأ عايز ممكن تغيرها من هنا. بس يعني دلعي واحد من الاطلاع اللي موجود. بص استور فكرة وانت بتعمله عملت بكل. من البداية ما قلتش تعمل بكل. حلو اللي انت قلت الحيطة دي. يعني لا تب مع بعضينا كده. طيب انا عايز ايه? الغي. شريحة انا مخط الشرح طعب كده نشرح حركه بالمرة. طيب. دلوقتي انا عندي ده هتدي اقول له انا عايز اعمل ماشي. واضغط هنا اقول له جريدينج فبختاره. فمن البداية اا لان هو تقول له هناك ان هو ضغطي واحدة واحدة على بعضها. طيب يقول له جريدينج سايد ويختاره الورة. طيب يقول له التول كله فبقول له ان هو. هختار مسلا من النقطة دي. حلو? لحد. لحد النقطة دي كده. تمام كده? وبضغط انتر. طيب يقول لي جريد ولا اسطوب فمسلا واحد الاتنين واحد لك. حلو كده فزي ما انت شايف عمل لي جزئي فقط. عمل لي الشكل جزئي هنا. عايز اكمل باختار له النفس ايه? نفس سابير المسائل اللي باختار له انا عايز بهم برة. اقول له والله مسلا سابير المسائل انا عايز ادديني من هنا عشان تنورده في حيط اعايز اشرحها بالمرة. هضغط هنا. حل? وبقول له انتر وبعدين باجي لحد مسلا. هنا. وبقول له انتر ولا اسطوب. هاخد لي مسلا من خمسة. سلوب خمسة عشان يبقى فيه فروايات ما بين ده وما بين ده. حلو كده. يبقى انت عندك اتنين جريدينج. لو انت اخترت هنا. وبقول له جريد ايديتور. هو ده باختار واحد لخمسة واحد لخمسة. خلال انا طبع لقارت مسلا خليته واحد واحد لواحد. واحد لواحد. غير لك مين غير لك ده. طيب التاني لو انت اخترت له لانه عدواتي عامل لك اتنين جريدينج مفاصلين زي ما شايف. يعني في الوقت هنا مختار بس ده. فالجريدينج ده مختار جريدينج يعني. هتطورهم اتنين جريدينج مختلفين. لو انا غيرت ده خليته مسلا اربعة لاربعة. اهو. ده هخلي مسلا اربعة وده هخلي كامل. اخلي اربعة. انتر. زي ما انت شايفت. ده غير ما بين هنا وما بين هنا. الفكر بلا دي كده في حالة لو انت عايز تعمل جزء جزء او ضلع وضلع. لازم تكون انت من الاساس اعمل كل واحد واحد. اه. فيش ما كنت تفصله مسلا تفصلهم باتنين وتعمل ضلع بينهم. الله يجرب نجرب الجريدينج اللي هنا ده. ادت جريدينج ده ملتره ادت جريدينج سلوب. اهو اخد هنا الاسلوب. ادت على الرسم المباشرة انا. فاصله. ولا ما جربتش هتصله فرح. سلويني نشوف كده موضة سايد تشينج جروب. كريد انفيل. فعليبا لا ما فيش فاصل. بس هي في حيتة بقى هنا زيادة انا مكنتش رحطاها ولا عمريش رحطاها بكده. المنطقة اللي في النص دي نعمل فيها ايه? مجبارة ما انت بتختار نفسه. اه تعمل تختارك اختيار هنا اسمه create transition. ده بيعمل لك ترانزيشن ما بين اتنين. فتختار له الحلو كده وتختار له المنطقة البين ايه ما بينهم. زي ما تشاف عمل لك ايه? عمل لك بيقول منتظم ما بين اتنين نفس الشيء. لو انت اختار تلو في حتة دي. هو الراجل اختار لك شكل بين ما بين الاتنين. واعمل لك سطحة عالية. حيث ان هو لو انت كنت ماشي ما انا سعمل من واحد الواحد وهنا من واحد الاربعة هو اجاب لك الانسكروبات بشكل ايه? الى حدا ما بيجيبها لك بشكل اه بشكل متدرج. اه شايفك بس انصمعنا شبه المسافة سغيره والتغير كبير مرة واحدة. فجيبها لك بشكل متدرج ما بين الاتنين. كان ماشي هنا مسلا واحد الواحد. وهنا وصل واحد لخمسة فعمل لك شبه متدرج ما بين الاتنين. بس هو يفضل تديره مساحة اطول شوية ويتابع لك بشكل احلى شوية. ولكن دي طريقة برضو عشان تقفل اتنين جريدنج. خلين الاتنين جريدنج اللي ايه? اللي اتنين ما اقفلين مع بعض. يعني مسلا هو بتعمل ده هنا. هيبقى لو انت بصيت حتى في جريدنج اتدور. هتلاقي هو بادئ من واحد الواحد ووصل لواحد الاربعة. واخد بدك. واخد ايه? اخد عملية ما بين الاتنين. ما بين ده وما بين ده. دي حيات ماخدش على طريقة قبل كده. كريد ترانزيشن. طيب معنش اخد سواء اللي تقطع عليك. اقطع اقطع جزء مسلا منه كده. يعني جزء في البقن مسلا اريا معين هنو. ممكن ده تقطع وبصعها. تقطع منه جزء بس ان انت تتعبق فيها. وصبع ايه وقطعت في مقصة تبقى رأسي فاصبعا. هل في ميكانية للقطع والرفع? قطع ايه قطع مسلا. قطع جزء منه. ازاي الباوندري في السيربس. زي الباوندري في السيربس. تبتسألني اسئلة محرية ازاي اخد. انا اسئلة محرية. لا والله. استنى ايه الفكرة. انا جربت. اه. في اسئلة كتير بدي جيب اتماعي. انا مفيش حاجة عملية اسئلة بس مجرد انها كتب معي. شوز اعتقد اللي انت هتتحكم فيه من خلال الفيتشر لاين اللي هتعمل. يعني على سبيل المسال انت واخدت كل هنا. حل? انت ممكن تقول له بريك. هلو? اه دي بريك. كانوت بريك اه. بقول لك اه جريدينج فيتشار كانوت بي بروكين اه يعني مش عايفة عاكم انت عامل له بريك. غريبا لأ. غريبا لأ سميح لي بقى. انا حاول اشوف حالك بس فقط سميحة الفكرة ان هو غريبا لأ انت لازم تقرر قبل ما تشتفك. بس هو على الفكرة الجريدينج اه تريبا اه الزهر الاخير عددله فيه حاجة شوية. بس بردو عشوف لك الموقف ايه? اه طيب اللي شوانس عبدالرزاق حيجازي تفضل. خلق رفع ايدك تفضل. خلق رفع ايدك. السلام عليكم. السلام عليكم. خلق رفع ايدك هندسه اخبارك ايه? الحمد لله تمام. والله ليه بيه. صوتك فقط اكتب. بس عدي شوية. الحمد اللي شوية يا رفع ايدك. السلام عليكم بعيش بعبيش فهلا صحيح. طيب سمعنا كده? ايوة. اه اندسة بالنسبة لحساب المستخدصات الشهرية. طبعا. اه الخط الحفر المائل. اه. هل هو او كيف عملته? لا انا بالنسبة لي كان معي بالنسبة لي كان الحدود بتاعتي انا عندي طبعا الجسم الخرصاني تحت خالص فمعي بتاع الخرصانة. وعملت يمين والشمال. بنفس فكرة اللي موجودة هنا كده. عملت طبعا خط تحت عبارة عن وخط اليمين وخط الشمال حتى نفتح في رسمة اه طبعا ده هنا سطح الفاينل من سطح الشغل الاساسي يعني بس هو مبدئيا انا عندي زي ما انشاف في خطوط السودة اهي مش هفتي بيين معاكم ولا لأ. دي كده حدود الخرصانة الفعلية بتاعتي. احنا بناخد منها مسلا متر ايمين ومتر شمال على حسب المواصفات اللي موجودة معي وبعدين بطلع بنسبة خفشة تمانين درجة في المية. خفشة تمانين في المية. اه فدي خفشة تمانين كريما اه خفشة تمانين. فهي الفكرة اللي احنا اخدنا يعني اعملت الاول الخرصانة بتاعتي او بتاع الخرصانة بتاعتي او بتاعي عبارة عن خدت منه افست متر يمين وبعدين عملت نسبة بالجريدينج. ده ايه لي في الاخر خالص عبارة عن تحت هنا. وهو خالص هنا تمام? وهو هنا على الشمال وهنا على تحت على الشمال. انا شلت الجريدينج اللي في النص احتفاست بس بالاربعة. بقى عندي اربعة تحت واتنين فوق. رحت عطيتهم في السطح طلع لي السطح اللي انت شايف ده. بالزبط كده. بس تغير فكرة انه ده سطح اللي في الاخر يعني ده مكنش فيه حتى البركيك لاينز. هاو فيه والله اما افضت شوات بريك لاينز بالسنة انا افعلهم تعريق. ستغيرك ده اشوفتك في بريك لاينز هنا. والله مش فاكرة نعمل يعني هنا السطح النهائي ده معمول من بريك لاينز ولاين موقفه ولكن ده سطحه النهائي كده. حتى عندي بنطلف النص دي عملت لهم اربعة اتنين تحت واتنين عشان بتعلي بنفس الشكلين ده شاكده. بس هي الاساس اتعمل بالجريدينج. او تمام. تمام عمدسك. بزاك الله افتح الخير. لا عافية. لا عافية. طيب محمد عبدالآهل افضل. افضل. عمد عبدالقادر. طيب اه حضرك عبدالبيروت سؤال لحضرتك هنا. اه بيقول لحضرتك اه معنا كده هندس هعمل مقارنة ما بين الرافع الجديد وسطح النهائي الجديد عشان احس الكمية القطعة السكنية. اه دلوقتي بص انت اي اه دلوقتي احنا احنا لغاية المرحلة اللي فاتت اه ما شاكنا هو المرحل السنة فوق تقريبا هنا. اه. لغاية المرحلة ما هي الفكرة كلها احنا حسبنا طورة الاول يعني الطريقة يتنفذ الاول في الطبيعة. فعملنا سطح الطبيعة. اه سطح الطبيعة وعملنا سطح الطريق. وبعد كده بعد ما خلصنا اخلصت حسابات الكميتين مع بعض تمام? اعمل سطح التالت اللي هو سطح الدمج. وانسى اخلص بقى الارض الطبيعية القديمة وانسى طريق اللي موجود معاك. ليه لان سطح الدمج ده يعتبر ارض طبيعية جديدة لما جاي بعد منه. يعني انا حد جاي اشتغل بعد منك بسنة انت خلصت الطريق ومشيت. حد جاي بعد منك بشتغل بسنة. هيلاقي ان الطريق ده اكزستنج والا الارض الطبيعية اللي موجودة اكزستنج. فساعدة انت بتتعامل مع الموجود على اساس ان هو اللي هو سطح الدمج ده بتعاملها عايزة ان هو ده سطح الارض الطبيعية اللي هتقارن به اي عنصر تاني. سواء فضع سكنية. سواء انت ده لطريق جديد. الطريق المتدخد معاك. ايا كان الحاجة. هو سطح الدمج ده هتحسن منه كل حاجة انت عايزة. طيب المشون صاحب الرحيم كان بسأل حاجة ازار في الارض الطبيعية. ما عاوز اخلي مرفع تسويه نفسه من يول واحد في المية. بدر نروفك. دي دي سهل اه انت اه دي اه دي اه من سمده لحبال الرحيم. انا امد اي اه اه. مستطيع بسيط كده. انت منسوب كل واحد في المية على سبيل المسال انت اتبتي من النقطة وتنتهي عند الايه النقطة التانية. لنسال انا عايز الخط ده. حلو كده. وعند النقطة دي بقى عند مسلا ستمائة وخمسين. طيب الخط ده انا هعمل له كله ستمائة وخمسين. حلو كده. ماشي. مسلا يعني. اه وهاجي. ده على حسب مسلا ايه بتحدد نقطة من النقطة على اساسا كورمر مسلا عندك او ايش. واعمل منه انا عايز اعمل. حلو كده. ومنسوب هو كان ستمائة وخمسين واقول له اوكي. تمام؟ احسنت شاء الله ان ده كل ما هناك تأخده. اقول له انا عايز اعمل. اعمل. اه بقيمة. قيمة تكون اكبر من القيمة بتاعتك مسلا زي كده. يعني ما اخد من الكورمر ده وعدي الارض بتاعتك بيت كامل. زي كده. وقول له انا عايز. هو بيقول لي البداية او الجنب بتاعي. بأقول له الجنب ده من الخط. حين ابيقول لي بجريد ولا ستم. مسلا انا عامل بجريد. هيقول لي كم واحد في المية زاد او بنقص على الحسن من انت عايز. انا بقول له نقص واحد في المية. وبقول له انتر انتر. لو انت جيت بصيت على الخط ده. وقلت له مناسبك كم? هتعيني ما نسوه كم? ستمية تمانية واربعين. ستة اربعة وسبعة. ليه? لانه اخد المسافة اللي عدتها له. وفرعا المسافة لان اخترتها على الرسم. بنسبة الميل اللي هي كم? اللي هي واحد في المية. نعمل اتنين دول كده. اختارهم. اختار له سفح جديد. عن سميه سفح مسلا. هلو كده? وبقول له اوكي اوكي. اوكي. تمام? كده عندك سفح مائل بنسبة واحد في المية. حتى اختار اختار السفح وقول له انا عايز اضيف. على نقطتين مسلا من النوطة دي. للنوطة دي. هلو كده? طبعا عشان ها اضيف كده. ساري. نوعه. طبعا كده. طبعا كده واحد في المية. مهما رحت انت الخط دوت في اي مكان في السطح هتلاقي عبارة انجام واحد في المية. حلو كده كل ما هونالك اللي انت هتحول طبعا عشان خط انا مش مغطي. مش هستخدمك نباشي عجوة سينة كده. هتحول الشكل بتاعك ده عبارة عن برضو وتقول له ولكن المرة دي بتختار له سطح بتاعك وبتقول له اوكي. بيتحول لك الخط بتاعك اهو. ولو انت قلت له حتى انا عايز بتاعتي عادي انا اول منصوبه خالص. اللي هو منصوب العلوي تقريبا عشان احنا عرقنا بس شوية المنصوب العلوي ده فوق اللي هو اخد كان عارق بحاجة منصوب مية وخمسين. تمام كده? ولو مشيت تحت خالص هنا هتلاقي طبعا عشان هو الارض كلها هتعتبر مية اللي كان احنا اختارنا ده واحد في المية. لكن ما بين النقطة والنقطة طبعا المية مش كام المية مش واحد في المية. بس احنا جدنا النقطة اللي في الاخر الخالص دي هنلاقي منصوبة كانت ستمية تمانية واربعين تمانية سبعة خمسة. واخد نسبة المية كانت واحد في المية من بداية الارض لحد النهاية. يعني انت بتعمل خط خارج فتحة الارض خالص وخط خارج فتحة الارض وبتبتدي ايه? ويتعملهم في سطحة وتجيب سطح الارياء دي. انا كنت عملت الجزائي دي اه احسان اه سوري تسويات عندي في الشرط. في دروس التسويات هتلاقي حاجة اسمها اه عمل مواقف ميوم متعددة. عمل مواقف سيارات ميوم متعددة. هتلاقي نفس الشرط اللي انا شرحت فيه. وللعلم الفيديو ده كنت انا شرحت فيه والله نص ساعة زيادة عنه. ولكن البرنامج ما بيسجدش. ميوم التانية زيادة او بتاعه. البرنامج ما كانش بيسجد. سامحونا بلا نحن منزلناش الفيديو التالي. شو تاني حدوك الكلب شوان سحمد سامير بطبط. سامحونا بكم. ازاك عمدسة. ازاك عالدة. اه باشي بقى دايزنا دولاتي بالنسبة للسطح الدمج دوت. هو كده اه خدأ لها الان جي اللي خرج. يعني الان جي اللي موجودة. الان جي اللي موجودة. في حقيقة لو الان جي اللي اتغيرت الدمج ده بيتغير. لان الدمج ده معتمد ناعتمد كلي عالطريق. على سبيل المسال انت دولاتي غيرت الطريق. عالية المناسيب. هل انت محتاج تعمل دمج دين? لعن. هو كل ما هناك ان سطح السطح بسلا من الطب اللي هو جي من الكوريدور. لو انت غيرت حاجة في المناسيب. مباشرة هايغير في سطح الطب بتاع الكوريدور. مباشرة هايغير السطح مين؟ سطح الدمج. نفس الشي في الان جيل. لان السطح الدمج دولاتي معتمد تماما على السطحين اللي اتعاملوا منه. بيدنجهم مع بعض يعني. او بيدنجهم مع بعض. لكن هوم لسه موضعين. في اي وقت ممكن تلغي الدمج ده وترجع كان الارض الطبعي. طب بعد يزنها ده كان عندي في المشروع. انا عندي القطعة بتاع القطعة السكنية. ماشي. اه متر بلص متر ونص ومانس متر ونص التسويق. طبع وزارت الاسكان ده. طبع وزارت الاسكان. ايو طبع وزارت الاسكان. وها مشوع اسكان وكده. اه. ويقول لي اخرت متر ونص فوق الطريق وتحت الطريق متر ونص اخر. هل الدمج دو عطي فيدنج كده ان انا طلعه متر ونص وهنا زره متر ونص واحسب كميات. دمج دلوقتي ده كده واخد الارض الطبعية كما هي واخد التصميم كما هو. متر ونص ده من اين من الطريق? اه ايوم من الطريق. لا ساعي انا انت تتققى بقى سطح الطريق نفسه. وبرضو من اين من الطريق? هل من منطقة? من الاج. ايج الاسفلت. ايو? ايو من ايج ايج ايج. انا ساعيتها لأ بص انت كل ما هونالج ساعيتها انت عندك تستخرج ايج الاسفلت في الحالة دي على سبيل المسال. اضغط على الكرودور. واعتها حاجة اسمها تختار وتختار اللي هو الخط بتاع الاسفلت بتاعك. شولدر بتاع ايا كابل الحاجة اللي عندك في انت على اساس الكود اللي عندك. هنم مثلا هاشي الكود دول. في الحالة دي انا عندي الاجو ده اللي هو الاجو ايو. 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 بقول له ايه. انا مش عايزة ديناميك لينك. اقول لي اوك اوك بص كده. هتختار ايه عندك مين? سوري اهو. ده فيتشور بطول الطريق على منسوب الاسفلت. ده بقى اللي تنتب منه وتطلع منه. تعمل واحد يمين وتعمل واحد شمال. وتعمل منهم سطح. كده ده سطح الاسفلت بتاعك عند الاسفلت. واخده فلوحة تاني خالص وطلعه مع الدامج مسلا. هو ده بقى انت تطلعه اه يعني هيا الفكرة ان اه ده اخده ده او ممكن تعمل في نفس اللوحة زي ما انت عاوز. انا اعمله فلوحة واحد. اقول له لوحة الوحة مسلا. واه مع الدامج واحسب كمية. ترجع لكنت. لان اوه دلاتي انت غير معاك صبح الاسفلت اللي ممكن تطلع منه متر ونص فوق متر ونص تحت التعامل معي. وللعلمة محمد عبدالعظيم كان عمل اسمبلي مخصوص في عملية الوزارة النقر. ارجع لقناة محمد عبدالعظيم عن طريق شغلها. بحيث ان هو اسمبلي جاهز يحسب له كل حاجة. ماشي عن ده اصدقاء والفونس الاحسن من السريل اللي بولايين. في الحتة دي صح كده? عشان بس الكرفات بس. ايه طول يعني الصغر اللي هو زود الفريقونسياني. تمام. اختلع لك خط محترم. وبعدين اعدي الفريقونسي تاني بحيث بما لكم يتقل شو عليك. ماشي عن ده اصدقاء. شكرا جزاك الله خير عن ده اصدقاء. عالف شكرا. آخر سؤال الفونس. اه. اسماعيل بيقول له حناك لما بيعمل بيطلع حاجة معه. بفي اي والا دي والا دي والا دي والا دي. اه. بيسأل اللي هي.بقدم. ، بسماعيل والاودان بتاع مكة حبيبنا او سماعيل بيبي اي اي بيبي اي, 입니다. علي البرافيل حالة اللي هي على كده. بس كده. بس اسمعين. بس اسمعين. بتيجي انت في اللوحة على المين هنا قامت سيتنج بقامت يمين على اسم اللوحة وبتيجي على الابريفييشن. الابريفييشن دي زي الاختصارات اللي موجودة في البرنامج بشكل عام. آآ طبعا هي المفوضة كلها اللي هي البي في اي 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 اه نقطة التقاطع الرأسية اللي هي ورعا ايه انت عندك الطريق جاي بميل هنا حل وبعدين طريق اه في ميل تاني هنا الاتنين دولت قطعوا في النقطة دي. حلو كده ولكن انت طبعا ما مينفعش في المناطق الهوة حتى في هوريزينتل ما ينفعش بتقابلهم بخط ايه اه خطين حدي مع بعض كده. لازم بتاعني منطقة برا عن كيرف سواء كيرف رأسي في المنحنات في البروفايل او كيرف افقي في المنحنات الافقية. فالنقطة دي اسمها اللي هي اللي بيشير لك ده هي. حلو كده اللي هو طول الكيرف. الكي دي ده معامل موجود في الحسابات بتاعت اللي هو الالجابريك مردوش هننشوف لك اسمها الالجابريك ايه? الكي. او الكي. اللي هو الكيرف اا كول كوفي كوفي ازي مش عاني فول الكيرف ايه بس المهمة ده الهور. المعامل تقريبا ايوة بزبط كده هو ده. فدي كل ما بتبقى معادلات موجودة في الحسابات بتاعت الكيرف نفسه لو كده مرضى ممكن اطلع لك اا ملف بي دي ايف هحطه في خاص ايه هي المعادلات دي وتيجي ازاي بورد تتحسب ازاي هي تمام موجودة في الكود ولكن هعجب لك ملف اسرع من الكود. حيث كل المعادلات اللي بيستقيمها البرنامج موجودة في الملف ده. حتى الملف بالعربي اسم وتخطيط الطرق عجبه لك. حيث يزهر لك معاك اا كل مسامة الهاي بوينت واللو بوينت مسلا اعلى نوطة في الكيرف فين واللو بوينت في المعادلات زي كده اوطى نوطة في الكيرف فين هو البرنامج بيطلع عليك. والبكادي بتاعتها كام والل بي سي اللي هو الطول. وعندك برضو مسميات اللي هنا دي. كل المسميات دي اللي موجودة في البرنامج. وبتيجي على الابريبييشن وبتبكدي البوس عليها اللي موجود هنا. وبالفعال انت ممكن تغيرها كمان من هنا لو حبيت. طبعا. معانيش انا كنت اضح هذه السؤال اللي فات اخر سؤال بس معانيش ده سريع وزار حالك جاوبت ربلا كده بس هو سألوك. بعد تصميم الطريق بقطاعات ونقاط الارض الطبعية. تم اعادة رفعها. نقاط الارض الطبعية. هل نعيد التصميم ام استبدال السطح? تستبدال السطح مسلا. هالفكرة كلها دلوقتي انت عندك قصة النقاط نفسها انت هل كل القديمة هتليغي وتعمل جديدة يبقى خلاص اعمل سطح. كل ما هناك انت هتعمل سطح اا. كل ما عايز سطح جديد او القديمة كلها هتتغي. او لو انت عايز تحفظ بالقديمة وتعمل مقترح تاني كيانه مقترح تاني اعمل سطح بالجدد الجديد اللي عندك. كل ما هناك هتضيف تقول له انا عايز اا. تضيف الالايمنت وتقول له سيرفس بروفايل. هيشوف لك السطح الجديد اللي انت عملته. هيضف معاك هنا. على التصميم وتبتدي بقى تعديل انت كل حاجة. لان وضعات التصميم نفسه مش مرتبط بارضة طبيعية. او مش مرتبط بسطح تاني. التصميم حاجة منفصلة. ممكن انا اشيط الارض الطبيعية وكون معاك هناك تصميم زي ما هو. ولكن هي كل ما هناك اللي انت خلاص هتعمل بقى سطح هتجيلك سطح التصميم جديد. تعدل التصميم بتاعك او تعمل مقترح تاني. مفيش مشكلة. نفس الوقت الكوريدور اللي اتعمل ده بدل ما تلغيك كله. لا بتضغط عليه. تيجي على الكوريدور لو انت عملت تصميم جديد بتغير من هنا التصميم. حلو كده. بتختار من هنا اللي هو ال Vertical Baseline بتغير التصميم بتاعك. ولو عملت ارض طبيعية جديدة بتيجي على والتارجت. وبتختار ارض تباعي بتاعتك وببارة انية. يعني بكل ما هي الحالات مفيش مشكلة انت ممكن تعمل تصميم جديد بناء على الارض الطبيعية الجديدة اللي ترفعت. وتضيفهم للكوريدور الحلي. او تعمل طبعا كوريدور جديد بيتها. مفيش أي مشكلة. شكرا مشانز. تطبيل ونكمل. طيب نخش على الجميلة واللذيذة اختنا الحمد لله يعني انا صراحة ما كنتش مجهز قوي للنتورج كنتش وجهت فيها حاجات بسيطة كده بس انا عايزة بديها افعا نخليها للمرة الجاية ان شاء الله او البارسلز برضو من الحاشة خلاصة بكلها ده راضي ولكن نحاول ننم فيه في المحاضرة دول الباقيين اللي هو البارسلز والنتورج فاحنا نفتع دلوقتي البارسلز البارسلز بسم الله الرحمن الرحيم البارسلز احنا عايزة نجد لك المحاضرة اللي احنا بنشتغل عليها. على سبيل المثال ده كده مخطط منطقة. اه طبعا مسميات معيش امريكا الجنوبية فيما تقلوش من المسميات. سيبعا شايفين هي عبارة عن مجموعة شاورع موجودة معنا وهنا ده تغلسات مخططة مقفولة بترجع تاني ودي عبارة عن مناطق السكنية او المخططات السكنية او القطع السكنية اللي عا تبقى موجودة فيه نخل المخطط. حلو. الفكرة كلها ان البرنامج طبعا زي ما احنا كنا شفنا باول فيديو خالص لو نفكر ان انا عملت خط وازهرت عليه كتابة وعملت له اللي هو عشان الكتابة تتزيد معي وتقل معي وفي الاخرى خالص عملنا مثال بسيط ان البرنامج نفسه مجرد ما انا بقول له او برنامج السابر بشكل عام مجرد ما انا اللي انا عايز ازهر اا ازهر مسلا كتابة اا خط ويزهرها له مباشرة انه بدون اي تفاصيل وبدون اي وجهة. على سبيل المنسان لدي مخطط تاني برضو. طبعا المخططات دي انا سنتقل لكم في الملف معاكم. او مثلا زي مثلا القطع رقم واحد هنا. يقول لي والله القطع رقم واحد دي تمانية متر ونص شمال تمانية متر جنوب. ساعتاشر تمانين ساعتاشر تمانين ساعتاشر تمانين. فلكن هنا زي ما انا شايفين الكتابة دي كتابة ما مفاصلة. نفس الشيء الكتابة دي ما مفاصلة. الخط ده خط اي اي هو اعملها خط على بعض الهمات. حلو? فطبعا ان انت عشان تغير بقى الكتابات دي لو ع سعيد الان سلام عايز اغير قرضا يعني ارقام القطع اللي ما موجودة. بني انا على الزون مثلا الزون اتش دي. انا اخذ حتة الزون دي كده على بعضها. اقول له كنترول سي وبفتح ملف جديد. حلو? وانا اخذ copy منها على اليمين كده. حلو كده? طبعا زي ما شايفين هو جاي بكل القطع وكاتب حوالين منها كل ايه كل الشغل نيه? كل الشغل بتاعها سواء ايه? دي الكتابات بتحقيق. احنا اضع بس اللوحة شوية. بسم الله. ودول كده. تمام. وده ده. وده كده. ماشي. يبقى دي كده اللوح ايه بشكل ايه? بشكل واقع اكتر. احنا عندنا هنا زي ما شايفين نسمى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثانية. هو في نفس الوقت الارقام ما كعملتش معي هنا وما زبطش الارقام بتاعتو الارقام تلقى ايه? دي حاجة مش وظيفة. حل? طب اه الكلام ده عشان اعمله بالكاد انا هحتاج اكتب كل كتابة واخد منها كوبي 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 مسلا على سبيل من سائل ونفس كتابات اللي في نص اللي هاخد كوبي منها واعدلها. افريد جاء في اي وقت يقول لك والله لا انا عايزك تطلع لي بيان كل قطعة ارض بسحيتها كام? وكل قطعة ارض رقمها كام? والاعبعاد بلعتها كام? نفس الوقت الاحداثية ان الاحداثية توردي. بشكل مسلا جدول جوة الرسم او بنصبعها بشكل بيانات خارج الرسم. برقم واحد. رقم اتنين بيجي في اي وقت اقول لك والله لا اعدل لي الترقيم ده. وظل علي الداتة دي تاني. اه طبعا عشان انت تعمل الكلام ده في الكاد دي ياخد وقت رهيب. دي ياخد وقت ايه? وقت رهيب جدا. في الحالة دي احنا بنعمل ايه? برنامج السفل بيوفر علينا لط كبير جدا في الموضوع ده. هنا سمعيني مثلا انا هبتدي اشيل كل الكتفات الموجودة دي. وطبعا في احنا من نهوات التنظيف. يعني سمحونة. اه عادة لما نيجي اشتغل اي ملف كده بالزات حاجة زي اللي قدام مننا دي لازم اول ما هو ملف كده. ايه الغرض الاول من القطع دي? القطع دي انا او سوري الشغر ده. القطع دي انا هبتدي اطلع است ومرسل. مليش اي دعوة بالزد. مليش اي دعوة بالزد. فبالتالي نحاول دائما نخلي اللوحة بتاعتنا كلها لفل واحد. ازاي لفل واحد دي انا مسلا نبصينا على سبيل المثال كده. زي ما نشوفين هنا اللوحة قدرا ان هي جاية كلها لفل واحد على مسلا منسوب كم منسوب الزيور. حلو? احيانا بكل اللوحة لا اه فيه قطع تانية او اه سوري اه خطوط لها ملسيب مختلفة وما ينزلت. طيب الكلام ده نقدر ننظافه ازاي على سبيل المثال. والله مسلا على سبيل اللوحة فيها خطوط فوق خطوط. فيفضل انت تنظف الكلام ده كله قبل ما تبتدي شغل في السفل. الحالة دي مسلا انا سمي المثال انا هاخد مسلا القطعة دي وبعمل لها كلها حلو? بحيس اخلي كله عمصر من العناصر الوحدة. بعمل مسلا امر اسمه. ده مهمته ان هو بيشيل العناصر اللي فوق بعض. بيشيل العناصر اللي فوق بعض. المشتركة هل هنا عايزة مشتركة في اللون ولا يعني مسلا اقول لك اجنور. اجنور دي في حالة انا قلت له لا اجنور الكارر واقول لي اوكي يعني مسلا هنا قلت شدي الخط ما شليش توري الخط. ان انا عملت له اجنور للا اه انا اقول له ا اه داني. هكذا اوفر كل ده هينشجي كل العناصر اللي فوق بعض اللي ليها نفس المواصفات ونفس المزايا. بجيل هنا وبقول له اوكي. لو انا جيت شوكي الخط ده. برضو نفس الشيء. اه انا اوش اواغدين. اخلو ما اخدين شوري للاير واحدة. خدت جايزة احططن في للاير واحدة. على سبيل المثال في الزيرو. اخلو اوفر لمجموعة العناصر دي وبقولو انتر انتر برضو ما شاء الله مش عام الله خيرا ايش هو دي نفس القاسية اول ما ايه? طيب يفضل اختر العنصر لو هو القطعة مش اا على الهيئة التانية. اه لانه في حاجات مش مش موجودة هنا ومش موجودة هنا. طيب هو يفضل ان احنا النظافة طبعا الناس في قربة لف داوت مش مش مضبوط معنا. هدي سيليج تساملر. بسم الله رحمة راحيك. اه طيب. هتربعش النظافة بشكل سريع كده مش هتني ادوي. ان هي في كما هم صرفوه بعد. هو يفضل زي احنا احنا نحاول نشوف الملف ونظفه قدر الامكان سوى بالبرج. برج دا اللي هو بيشيل اللي ملاحش لازمة او اللي يرات او ما يلازلك. والاوفر كيل بيشيل هم ايه? بيشيل قبل نحوات التحويل من كدل سفر. دي اول حاجة. الحاجة التانية. طبعا وانا شايف ان في خط تحت خط هنا دريبا. بس تفعيل من كده في خط تحت خط. طيب. اه بديجي على البرنامج مثلا في الحلقة دي انا عايز اعمل نفس الشكل ده ولكن من خلال السفر. كل ما هون اللي بيجي على قيمة. وبقول له. اه. طبعا انا ممكن اعمله بالبارسل يعني انا هعمل البارسل اه هعمل التعسين بنفسي من الاول خالص او ان انا بحول عنصر موجود. بالحالة دي مسلا هقول له. وبتدي اختار العناصر اللي موجودة. اللي انا عايز ايه? عايز احولها وبقول له انتر. طبعا كده? هو بيطلع لي هنا بيقول دي والله انا هعمل هلها في السايت. لان هي البرسل زي تدخل هنا. لو احنا بصينا حتى على الشمال هنا. مش هنلاقي ان في حاجة اسمها فارسل زي خالص لان البرسل زي تيجي تحت كلمة ايه? تحت كلمة سايت. باختارها ان هي سايت. بيقولي الستايل بتاعها ايه? في الحالة دي انا اقول له ايه هلي مسلا الستايل اسمه طبعا ممكن نغيره في اي وقت. والكتابات انا عايز البرسل نمبر. طبعا كده? هو بقول له ايه? هو بقول له اوكي. زي ما نشايفين السمايلي هو اللي واحد اثنين اه سوري الارقام زي ما نشايفين طبعا الارقام مختلفة. اه ملحش تحتين معين. في نفس الوقت اه ازهار لي مين? ازهار لي الرقم القطع راسي. طب انا عايز ازهر شوية تفاصيل اكتر. وفي حاجة نفس الوقت عايز ارقم منان على نفس الترقيم اللي موجود هنا. نشوف عملية الترقيم سريعا بتتم ازاي? ادبط على اي قارسل من الموجودين او القطع من اللي موجودة. مجرد ما انت بتختارها زي ما تشايفين. هو اعمال لي للحضور بتاعتها. نفس الوقت ان البرسل دي نوعها بيزيك ورقمها اربعتاشر. لو انا جيت قلت له مثلا. وقلت له والله ازهر لي عليها. بدل لقديني الاريا التاعتها والحدود. طبعا ونصغر ماشي بس لشوية. اهو. هنا ازهر لي الاريا بتاعتي بالاكرز اللي هي الفائدان والاا والبراميترز بتاعتها اللي هي ايه ايه اجمالي عدد الخطوط اللي حاولين منها. ممكن طبعا الاريا دي بتتغير او الاسطايل نفسه بشكل عام يتغير مسلا بسكوير ميتر المربعة. فعلي والله المربعة من ساحة الارض دي مئة تمانية وسبتين ميتر. نفس الشي اللي انا هماشي نتبر سنة كده. احسي بقى الخطوط هنا معاني. طيب انا 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 عايز ابتدي اعدل الترقيم بتاعي. فهابتدي اكبر شوية عشان نشوف الترقيم الزي مباشرة. نفس الوقت. اعمل ماتش. ببن الله. طيب اول شيء هعمله هاعدي للترقيم اللي موجود بحيث يماثل الترقيم اللي موجود معي. زي ما نشوفين هو بدأ واحد اتنين تلاتة اربعة وطلع على عد عشرة وبعدين اهبل في الارقام وبعدين مجعتين. فهنا احنا عنا نهبل زيه ولا لا? فحنا عنا نهبل زيه. لان الارقام عندي هنا ما يبقى حتى تتكرر. هابتدي امشي بالترسيب كله وارجع ايه? ارجع افل حد هنا تاني. اول انا اوصل عدد عشرة وبعدين ارجع لبقية ستاشر وهنسمي اللي فوق بمسمة جديدة. كل ما بتيجي على الري نمبر اندري نيم تمام كده? فهو يسألني هنا البرنامج هتبتدي من الرقم كام واعتمشي كل كام. ففي الحلقة دي هبتدي من الرقم واحد وهمشي كل كام. همشي كل واحد. بضغط هنا اوكي? وبتدي اقول له والله نفس الشكل اللي انا همشي. نفس نفس الترتيب اللي انا بنشاعرينه. سيكون هنا انا بعد اقتل هنا واندي اقبار رقم واحد. وانا باشي عبارة عن خط زي ما نشوفينه كده تريبا لحد النوتة دي كده. وبعدين هاجي هنا وبعدين هاجي هنا تزيل هنا تاني. هو هياخد نفس الترتيب اللي انا مشيت عليه ويعيد ترقيم بناء على الاساسي. اوكي اوكي. زي من شايفين. هو قال لي هنا دي بقيت رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 عشرة وصل غاة عشرة حداشر لحد ستة عشر. تمام? طب اللي فوق دول هو عدل الترقيم بتاعهم بناء ان اخر رقم كان عنده ستاشر. فبعد عنده هنا سبعتاشر وعنده تمنتاشر وتسعتاشر ولكن ترتيبهم مش مزبوط. اعيد ترتيب اللي فوق برضو بالمرة. فاختر اي واحدة فيهم. وبقول له. هبتدي من رقم سبعتاشر وهمشي كل واحد. ولكن هبتدي من اول هنا. همشي كده 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 مثلا. وبقول له انتر. اوه هي بعمل لي سبعتاشر تمنتاشر ستاشر عشرين واحدة عشرين اتنين وعشرين. يبقى انا بالسهولة اقدر اغير الترقيم. في اي وقت تجو ما اقول لي يا والله عشان هاجيزين نبتدي الرقم خمسين. ومشي انا بالترتيب مختلف. حاضر? لاحظة. بتضغط هنا. بتقول له. عبتدي من رقم خمسين. وبقول له اوكي. وهمشي بالترتيب بتاعنا مسلا. انا اسف. عشان الترتيب اسي يجي لتاحت. ادي خمسين وبقول له اوكي. مسام الحد الاخر هنا الحد هنا. وبقول له انتر انتر. في عيد الترقيم مباشرة. بعد كده ابسط شيء اول حاجة ازاي اعيد ترقيم كل القطع في لحظات. ده رقم واحد. رقم اتنين انا عايز الكتابات تزهر على مين تزهر على القطع نفسها. هي بات اللي هي ايه اطوال الاطلع دي. مجرد انت بتختار القطع نفسها. وبتيجي على تليون شباب من هنا. انا عايز تجي من هنا قوت. اللي هو بقول له اد ليبوز. وبقول له ملتبل سيجمينت. طبعا بتحدد له بس الكتابات انت عايز تزهرها عبارة عن ايه. كل ما هنا بتيجي في قائمة وتقول له اد ليبوز بتختار من هنا تقول له انا عايز اعمل اللي هي البارسل. وبتيجي هنا بتقول له في حالة لو في خط وبحالة لو في كرة. انا عايز بس ازهر مين ازهر الدستانس. عندنا نوعين من الدستانس. عندي حاجة اسمها السبان. وعندي هنا البيرينج دستانس. فانا الحال دي اقول له دستانس. وعنا نعرف الفرق منهم ايه. وبقول له دستانس. وبقول له. انا عايز ملتبل سيجمينت. طبعا كده يعني القطعة مختلفة. دستانس بس. وبقول له اد. وبقول له القطعة دي. فهو بيسألني مع عارب الساعة وبعدد عارب الساعة وبقول له مع عارب الساعة. هي هتفرق ايه مع او ضد عارب الساعة في حالة لو في اتجاهات اللي هو البيرينج. اللي انحراف. عشان انحراف طبعا نفس الضل عادة دي انحرافيني اما اه شمالي جنوبي او اه جنوبي شمالي. بيفرق مجرد ما انا بختار. سيما انهم شايفين برضو كليكويز. ده هو الشكل ده وبقول له كليكويز اهو. مجرد ما انا بختارها بس وبعدد له انتر لانه بفع عدد الموضوع بتاعنا اه دي زي ما انهم شايفين. الكتابة بتاعتنا مباشرة زهرت وزهر معنا ايه الستايل بتاع. طبعا ده استايل. فرما هناك انها ممكن اعدد له. حيث مثلا اشيء حرق الام. على سبيل المسال ادي الديستانس. وهدي الام اللي في الاخر دي انا مش هحتاجها. طميم? والكتابة نفسها 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 باللون الابيض. وهسغر حجبان شوية نفسها 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 وسبعين وبعد اوكي. كلوس. زي ما شايفين زهرت الكتابة معي. الحلو بقى في حاجة هنا. انا عندي هنا على سبيل المسال الخط دوت. طبعا مسلا ده مرتبط من بالقطع دي ده. وانا غيرت الخط ده. غيرت طوله مسلا جده. الكتابة ما اتغيرتش. الا لو انا كنت عامله طبعا دينامي البلوك من اللي باول. انا هيتغير معي. الحلو دي لكتابة متغيرتش. حيس ان انا هنا. ولكن هنا. في القرص اللي زفعيتم مغارد ما انا بشد الخط. وبشريطا. انا بشد الخط الخالحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه. انا شديد رقام. انا خط غلط. انا شديده. او الخط ده انا شديده في اي اتجاه. وبشريطا المفروض بيعمل لي ايه? بيغيار لي التول بتاعه بناء على مين? بناء على التول الجديد بتاعه. نفس الشيء الخطوط اللي فوق بتتعدل. الابعات بتاعيتها او الاطوار بتاعيتها بشكل ايه? بشكل مباشر عن. عن ايه? الشكل الاساسي بتاعه? او الطول الاساسي ايه بتاعه. طبعا عشان هو هنا انا برطاول بمين بالا بالبارسل بتاعيتنا. نفس الشيء اللي انا غيرتها حتى. ادي التول هنا. شعروا في خطين فوق بعض ايه? دي المشكلة انه في مجموعة خطوط فوق بعض فايشان كده هي ايه? اه. دي مشكلة انه في خطوط كتير فوق بعض لازم انت اغضبارك وعيش من جزء دي. اه على طول. طيب لو احنا اغطيتها انا حتى ده. اه انا في خطوط فوق بعض انا لايسك معلش. انا لايسك معلش. انا لايسك معلش من موظفينها. انا جبت الاسبعة على طول واشتغلت عليها. المهم من هي الفكرة كلها ان القطعة نفسها مجرد بتغيير اي ضلع من القطاع بتاعيتها بيتغير الشكل بتاعها. فلو على سبيل المسال عملنا حتى قطعة تانية مثلا كده. او كمام? انا عايز اعمل قرسل. وبختار الوبجيكت ده وبغيره انتر. حلو كده. وباخد كل كما هو. ان يعمل القطع مثلا دي اللي هي لقم ستاشر. مجرد انا بختار القطعة وبغير الشكل بتاعها. زي ما شايفين اه حزيني زرج من المساحة بتاعتها. ما اسف. هزح المساحة. اه دي المساحة. حلو المساحة بالمربع اه مجرد انت بتعدل اي شكل اي جزء من الاشكال بتاعتك. المساحة على طول بتتغير. وفي نفس الوقت ده انا حتى اغلت الكتابات. اه بزر الكتابات. شوف شوف دي لو قطعة واحدة. ها دي بغير سلو. مجرد ما انا هختار القطعة وبتدي اعدل بيتعدل مباشرة ان الابعاد بتاعتها وفي نفس الوقت بيتعدل مين بتعدل المساحة بتاعتها بشكل مباشر. دي كده اول خاصة من الخاصة اللي ممكن بتعمل من شكل سهل وبسيط ان انا هنحاول مشروع بالكامل زي ما انا شايفينه كده. لمشروع مين? لمشروع سيفل. في نفس الوقت اقدر اطلع كل التفاصيل اللي موجودة عندي. بمعنى ايه? انا دلوقتي عندي كم قطعة في المخطط انا معرفش. يعني مسلا هنا لازم اعدل قطعة في المخطط. في حين ان البرنامج لا. برنامج السابن مجرد ما انا بخش على السايت وبقول له ما عايز. اشوف عندي البارسل زي اللي هنا. مجرد بتضغط على البارسل. بتقول له برو بيرتز. بيقول لك والله انت عندك اه عدد القطع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هنا كل القطعة منفصلة. تمام? سوف اخطي دي هنا القطعة على دل القطعة. الريبورت على دل القطعة بسم الله. ايه هنا اعطينا سايت. اه هنا البارسل. البارسل زي عندنا احنا هنا كم. عندنا 16 البارسل زي اللي نرست النامبر لا يصدف النامبر هناك. والجيومترين بسم الله الرحمن الرحيم. او في الريبورت تعيون في الريبورت. بقرسل زي. انا بتشجبها الكاميرا. انا بتشجب ايه. اوكي. انا الشاشة بابل الحظات كده بس اتاكد من حاجة لان. انا طلع لنا الاليات كلها. ممكن نرفع دين خلال المفوض بكو. طريقة ان احنا نرفع عدد البارسل زي كان كلهم مرة واحدة. الريبورت هيطلع لي كل الاريا. الاريا كانتها كام والمسطح بتاعها وصور المحيم بتاعها كان. اه طيب معيشو. سبحوني ان انا اضغط. اه طيب اه. البارسل زي بحنا نرجعتني معيش البارسل. زي بحنا. ممكن نحاول مشروع من اللي موجودين معنا. المشاريع اللي موجودة زي كتنا. حل. اه ناخدها كما هي. مثلا يفضل احنا ناخد حاجة. سالكت ساملور. كونترول سي. كونترول ب. حل. احنا ناخدش كل حاجة. ايه يصد بتاع جامعة الاعتماد كلية على تنظيف اللوحة قبل الايه. قبل الشغل. لان هي. سالكت ساملور. كونترول سي. كونترول سي. كونترول ب. كونترول ب. انا فكرة ان في عناصر ما يقوله. في عناصر مفتوحة زي كده. فيفضل ان انت تنظف اللوحة الاول قبل عمليات تين. قبل عمليات التحويل ده في حالة لو انت بتحول. كونترول واحد. هنا احنا عندنا حاجة. بلوك رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللو ده. الملف زي ده كانت. كان في قطعة كتيرة برضو زي ما احنا شايفين. اه طبعا الملف كان في حاجات على مناسيب مختلفة. هنا لكت كلها مناسيب واحدة. طبعا انت عشان تحول مناسيب مختلفة لمنسوب واحد. تعليقين كلهم طبعا في حالة وهم. كلهم عنصر واحد. كونترول واحد. هنا احنا عندنا حاجة بلوك ريفرنس. وعندنا الناين والاركس. كلهم منسوب واحد. هنا الارك كله الزد بتاعه واحد. الناينز البداية والنهاية كلها واحد. والبلوكات نفس الشيء. كلهم واحدة. كده كلهم عناصر ايه؟ عناصر على الليبل واحد. بنعملها بس من اوبر. اوبر كله عشان يبتدي يشلي الحاجات اللي احكفه بعد. حلو كده شفها هو ستة. الغالي تسعتاشر اوبر لابد. وبعدين مباشرة احويله. احويله. احويله كل العناصر اللي موجودة. اوبرها على البرسلز مختلفة. نسغل الكتابات ونشوف اهم من الحاجات اللي حصلت او الناشية. او بس زي ما نشافين هو احويله كل العناصر دي مفيش مشكلة فيها. وهنا ما احويل ليش اللي. اخد لواحدة بس واخدت نفس الشكل كده. اما القطع الصغيرة دي. ما تعملتش معي. لان كل ما هونالك ان القطع دي مش متقفلة صح مع القطع بتاعيتنا. فانت ساعتها بس بتعمل ان تعمل تعمل العنصر بتاعك. مجرد انت بتعمل بتاعك بيبتدي هو زي ما نشافين يعرف مباشرة ان القطع بتاعته يبتدي ايه يشتغل عليها. ايه. ايه برضو ايه عملية ان في هنا برضو. نفس الشيء. هو بفضل ان انت بتنظف اللي هو الاول وبتزباط او بعدين بتحول زي ما احنا ايه. زي ما احنا شايفين كده. وعملية التحويض زي ما نشاهدنا ملايزة سهلة وبسيطة. فاش ايه مشكلة. وفي نفس الوقت عملية الترقيم. بيتم الترقيم بناء على ايه على نفس البكرة. اه ممكن ترقم مجموعة قطع مختلفة. عملية مختلفة على سبيل المثال. انا عايز ارقم هنا مسلا من الف الالف ومية من الف وكل متر بعد كده. اخذ اصوية كل رقم. وبعدين نفس الارقام اللي بعد كده تيجي هنا. يعني ما تجيش دمب مني على طول. بس عادتك بتعمل انت تمثل الخطوط اللي انت عايز تعملها بالترسيب اللي انت عايزه يعني ايه. انا سوى شايفينة مسلا هتتجي هنا من الف ويوصل لحد هنا. وبعدين يرجع يكمل. ياخد من هنا لحد هنا. تمام؟ وبعدين يرجع يكمل ياخد من هنا لحد هنا. يبقى ان رسالة البولي لين ده بدايته هنا وانهيته هنا. وبعدين من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا. فالله ببقى لك على اقضاء الاول واحدة. اقول له والله مسلا او اي واحدة ميشوش قليل. هتجي مسلا رقم خمس تلاف مثلا على سبيل المسال وهمش كل واحد. وبقول له كيف؟ وسعادته بختار له من هنا يقول له بولي لين ده. وبعدين اختار له البولي لين ده. وبقول له انتر انتر. اهو. يبدأ خمس تلاف لحد الرقم خمس تلاف واحداشر. وبعدين هنا خمس تلاف واثناشر لحد خمس تلاف خمسة وعشرين. ومن خمس تلاف ستة وعشرين لحد مين. لحد الرقم اللي اخيتها. تمام كده يبقى اخدني الترقيم بناء على الخطوط اللي انا ايه اللي انا رسمتها. ده كده في حياته انا بقى عملية الترقيم بسيطة. طبعا الكتابات زي ما احنا شفنا كده الكتابات بسيطة. وفي نفس الوقت طبعا تفاصيل اكتر في الفارسلز ولكن واحد زراعة نصبحت شوية. فتطورها شوية. فاسمحونا. ان شاء الله المرة الجاية نعدلكم الفارسلز بشكل سريع. ونبتدأ نكمل فيها لان هي الفارسلز طبعا فيها كبيرا. زي ان انت بتعمل تعمل عملية المخطط بالكامل. من حيس ان انت تقدر تطلع في اي وقت اتقدر تطلع الموجودة اللي موجودة اللي من ضمن اللي الموجودة اللي انت تقدر تطلع كل قطع ايه مساحتها ايه فيه تفاصيل تانية ممكن نضيفها ان شاء الله. كميات انا عندي صفحين موجود او صفحي كميات موجود. قدر اطلع كمية الحفر الرجل بتاعة كل قطعة منفصلة بزافة. ايش ساوحوني انا ما عدت ايه المرة دي. ان شاء الله نغطيها بشكل احسن هي والشبكات. فالمفوض المرة في المرة الجاية كنا استنى عمل المرة دي. لخلص برصة زوج الشبكات ولكن زي ما نشوفين المرة بيشوف حاجات ايه اولويات افضل من الكلام ده فبقى ايه بحاول ازود عليه. ونبدأ ايه ان شاء الله المرة الجاية انا اخد شوية في البارس اللي اكون بنا متابه بشكل افضل يعني. والشبكات برضو ايه نغطيها بشكل ايه بشكل كامل ان شاء الله المرة هي المرة اللي جاية. فسامحونا نكون اصدرنا المرات. مرهقين بس شوية والله احنا عشان. ايه ازاك الله خير يا الفانس والله انا شكرا. الله يبقى. ايه اه لو اكتب خلصنا نحاضر على كده ونكمل يعني. لا 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 مش سؤال ولا حاجة اخطوال ده وخلاص. المهندس رامي عنده وعمل احضر سؤالين تقريبا اولا. حيزا خارجه ده بالقاسين. المنصوبين مختلفين. يكون منصوب. اكس وي زد. اكس وي زد واحد زد اتنين. واعاوز دهر عمون النارة وبقع خاصة. بصوا مبدايا الناوطة بتاخدش اتنين زد. ولكن اه انت ممكن تعمل حاجة اتنين زد في 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 ال اه هو وصل مش هنشطلها اتنينها تطلع فجاد ولا هتطلع بس في اه بسم الله الرحمن الرحيم ولا ممكن والله يتطلع فجاد ولا احضرها زواحدة كده. احنا عمل اه حاجة فيها نقطة. نعمل نقطة بس كده. ان هو مبدايا البرنامج مش هياخد مش هياخد منصوبين في نقطة واحدة. حين نقطة عمزلها مسلا في الاسم. كل بتاعها ستمية كده. حلو. تأتي دي النقطة منصوبها ستمية. ماشي. اه ممكن انت بتعمل حاجة اسمها مصطلحات. دي بتعمل عمليات حسابية جوة مين? جوة اه جوة الحاجة بتاعتك نفسها. بس انت ممكن تعمل حاجة بسيطة او لفة بسيطة ان انت بتاعتك نفس المنصوبين دول هتستدعيهم ولا هتعملهم في الاسم او هتستدعيهم سهلة. استدعيها على اساس ان هي اه او اعمل لها عمود تاني اضافي. او اعمل لها عمود اضافي. مسلا في الحالة دي انا عاملها اساس ان هي رود اسكريبشن او اعمل لها ستمية خمسين. بعد كده ده المنصوب التاني. ولما تيجي تظهر في الجدول. هتيجي تظهر التابل حلو كده واختر النقطة الموجودة وبقول له اضفها هنا. طب بيقول لك انا عاملك هنا والنورس والديسكريبشن. ساعتها بس انت كل ما عملك عايزيجي على العمود. تقول له ادت تابل ستايل. بتغير تجيبها هنا مسلا. وبعدل من هي خلديها او. 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 انت كده عندك اللي هو مسلا المنصوب الاولين الاساسي. و المنصوب التاني. تقول له اوكي. ببعض كده خلاص. احنا ملنا احسري مع الناشة بتاعه. ادي اللي هنا. والاستين تي هنا. والاوكي. فانت كده عندك الاستين ونورس والاستين والاستين ده. ده في حالة لو انت بتسترعيهم. يقول لك كعمصور او صوري كعمود منفصل. انت ضيفهم بس او ضيفهم كعمود اضافي. يعني. فاننا ده تسمى ازاي نعمل عمود اضافي او بيانات اضافية. ضيفهم على العزة الاساس ويجي معك بتشمش كده. ويظهروا معك في جدوه زي ما انت شاهد. اه زي احفظ لوحة سيفل بشكل السيفل. الان لوحة تحتفظ بكل خصائص السيفل. ماتش حاجة تنظر كاد يتحول سوري. لو انت حولته سوري سيفل لو حولته كاد خلاص مش هنحتفظ بالخصائص السيفل. اصدق يعني ان هو تفتح على اي جهاز كاد. دون اخفاء او مسح اي شغل تم عليا بالسيفل. كافية اقتصاص جزء من المخطط. بص ده هي ان انت تبعاتها السيفل لا هي فيه بس متغير اللي هو بتاع البروكسي. ده يبقى ينهلك هناك كده. بينهلك مثل كاد. ولكن ده ارضو على حسب الكادة اللي هتشتعل عليه ان انت من الثمانتاشر بتجيب ننزلها في كاد اقل مش هدين. واخد بالك لان هو كل ما هنالك ان انت هتعمل اي ملف السيفل بتاعك. هتبقى في خصائيات البروكسي. اعجبك برضو الامر بالزبط ايه. بحيس ان هو البروكسي دوت ان ان انت عنصر السيفل يفتح موجود مش معاك. يعني مثلا دي سيفل الفين وطمانتاشر. هسيفها سيفل زي ما هي وهفتحها في كده هزر معايا. هزر معايا عناصر السيفل ما فيش مشكلة. ولكن هو ملف سيفل. يعني مش هيفتح اساسا في ملف مين. مش هيفتح في ملف اقل. مش هيفتح في الملف مسلا الفين وطلعتاشر. نفس الوقت حتى الحقيقة سيفته زي ما هو بصدار اقل برضو مش هيفتح فيها. البيانات بتاعته مش هتفتح فيها. ولكن هو حاجة في البروكسي نفسها. بس للاسف انا مش عادي يظهر معايا لان ما عندي ايه ما عنديش كاد مونفصل. فلا وهو كاد خاص بالسيفل يعني يعني ان سيفل ما بينزل بينزل معا سيفل وكاد. لو هو كاد خاص بالسيفل بيظهر برضو العناصر بتاعته فيها مفيش مشكلة. هو يعيز بس يكون في كاد عادي موجود عبارة. ولكن هي الامر في البروكسي بس. فلما هناك انت بتطلعها بتطلع على البروكسي. ان شكرا الله اذا الامر ما عليش بس. في طلب من حضرتك. اللي هي. حتى بيسأل لحضرتك بس انك تتطرف لنوطة الكانتري كيت. حاطة رانية. بس احضر لك بس مرة جاية حاطة. لان فكرة الكانتري كيت هي عبارة عن. انه احنا حتى لو ما تكمل عنها بحث. عبارة عن مسلا لو في دولة على سبيل بالمسال طبعا اللي عملها لدول مجدود دول كتير. من ضمنها امريكا مسلا واليوكي. دول عندهم معايير معينة في عملية التصميم. مسلا على سبيل المسال عندهم اا عندهم كود خاص بيهم. عندهم اا شكل لوح خاص بيهم. شكل اخراج خاص بيهم. عندهم اا خاصة بالدولة بالمشارة العام. فهو بيوفر عليك اا كدولة يعني اا او زي ما برمجين زي ما بنقول مسلا. بيوفر عليك الجزئية اللي انت تعمل كل حاجة من جديد لأ هو عاملين جهزة. فيها كل اللي انت هتحتاجها. في الدولة دي طول ما انت شغل مسلا على سبيل المسال اللي هو في السعودية. احنا مسلا هنا فيه القطاع تصميمي معين. خاص مسلا بوزارة النهات. بدل ما انت تقعد تعمله من جديد. لأ في عد معزز مكرم عمل لنا عبارة عن جوة ده. جوة شكل القطاعات المفوضة يتعامل ازاي مجهزها لنا جوة برضو بزاعة وكل شيء. حيث انت لما ترسم بتختار بس الاستيالات اللي موجودة موجودة على ملف التمبلت ده. وتشتغل به. هو نفس الشيء اللي عاملها مين? عاملها امريكا وعملها المكسيك وعملها الهند وعملها كاسا دولة. عاملت كونتري كيت. كل ما ونالك احنا ملاحظة هي كونتري كيت بيبقى مجهز. كما ان هو بيدي لك اكواد للطريق مسلا على التصميم. اكواد للتصميم هي ان كان بقى تهروا شبكات ما الى ذلك. زائد بيدي لك على حسب كل دولة بتعمل اللي بتدهر عليه. يعني الهند عاملها مسلا بسيط. اه امريكا بسم الله ما شاء الله عامل اه اه سبق كتيرة جدا وعمل اه اكواد كتيرة جدا وعمل حاجة كتير كده. اليوكي نفس الشيء نفس نفس الشيء. عامل مسلا مجاربا انت بتنزل عميش يجيب حتى المرة الجاية. مجاربا بتنزلها بينزلك معاك انت بحيث ان بتيجي تقول له قائمة ستارت. بتقول لهنا عايز اعمل اه نيو. حلو كده. انا ايسا فعيش نضغط على المساعدة. لو بياخد هنا الديفولت بيضغط هنا وبتقول لهنا عايز اعمل اه اه هنا زي ما انت شايف اللي دي بيجي هتلاقي بقى حاجة تالتة او رابعة مع وجودة معهم اللي بقى ايه بترطانت في كده بحيث انت بتختارها وانت داخل من الاساس ليه عشان نتحمل لك. لانه كل واحد من دول محمل بالاكواد بتاعته ومحمل بالاستيلات بتاعته. تمام كده? ولكن انت مجرد ما انت بتختار بقى اللي هو اللي جاي مع الكنتري كيت عشان بقى جوا الاستيلات بتاعته والاكواد بتاعته بكل شيء بحيث ايه بحيث اما تبتع الملف من البداية دي بقى انت بتشتغل على الايه بتاعت الدولة دي او الايه او السيستم ده. نفس الوقت بيبقى محمل ده بعمل كوردنيات ساعتنا بمحمل بكل شيء. طبعا دي بتعملها مجموعات دولة لا يا سمي احنا مش عاملين حاجة في الدولة ولا في بطن العربي خالص. او صحيح مش عارف كونها بتتعامل او بيقدموا لها ازاي بس يعني لو بيدينا نعمل حاجة زي كده بحاجة كويسة.